ثلاثة عقود من المعارك خاضها الدكتور إبراهيم مصطفى كامل نزل إلى أرض أكثر أعضاء نظام المخلوع شراسة وقرر المواجهة تلقى الدربة تلو الأخرى لكنه أبى أن ينسحب رحل من كانوا يهزمونه بأسلحة السياسة المحرمة دوليا فظن أن الساحة أصبحت نظيفة للمنافسة الشريفة لكن كان للمعارك عمر باق هذه المرة تسلح سعادة الدكتور إبراهيم كامل بالحقيقة وتكنولوجيا العصر وتقدم للقضاء المصري بأوراق ومستندات تثبت تزوير ما يقرب من تسعة ملايين صوت في الانتخابات الأخيرة كما وصفناها قنبلة قنبلة فجرناها في هذا البرنامج منذ أيام ينتظر التحقيق ونحن نلتقي اليوم مع الدكتور إبراهيم كامل نقلب معه ما تبقى من أسرار ظلت طويلا تحت الطولة وحان وقت خروجها للعيان أهلا وسهلا سعادة الدكتورة أهلا بك يا دكتورة حديك شرفتنا والحقيقة معركة عنيفة شرسة حضرتك بتاخدها الآن في الانتخابات بعد الثورة بعد تاريخ طويل من المعارك الشرسة التي كنت تاخدها أمام أعنف وأعتى رجال مبارك يعني حديك كنت بتترشح في الانتخابات أمام المرحوم كمال الشازلي وأحمد عز نعم يعني الاتنين يعني أمين الحزب الوطني يعني حضرتك زي ما بيقولوا في الأمثلة الشعبية نشنت فهي بقتها نشنت يا فالح بس نشنت له حضرتك أنا يعني يبدولي أن حضرتك بنتي بتشرحي دلوقتي أولا أنا سعيدة أكون معاكي لأنك أنت كمان وراكي تاريخ كعلمية كلنا بنفتخر بي الله يخير أنا سعيدة أكون معاكي في البرنامج شكرا والحقيقة في حالتي أنا وأعتقد في حالة كتير بين الناس اللي وقفوا المبدأ هو تقوى الله في أنفسنا في مصر لأن بلدنا وهنتحاسب فيها ربنا عرض لنا لتولد هنا وبالتالي المعركة كان لازم تبقى هنا وأحنا قدينا مستمرين في القضية اللي حضرتك فجرتيها بطريقتك الجميلة اللي خليتي يقوم بلا على قال الشاركتي لي في شلها الله يخليك لا الفضل لك طبعا حضرتك كنت في المحكمة أمس بس قبل ما ندخل في تفاصيل كتيرة مع سعادة الدكتور لازم نشرح لهم حصل إلى أن في بعض المشاهدين ممكن يكونوا ما شافوش القضية باختصار شديد حضرتك نشرح للمشاهدين الموضوع زي حين حضرتك تسلمت استوانة مدمجة أو سي دي من اللجنة العليا من الانتخابات بأسماء الناخبين دون ذكر أرقام البطاقة القومية على فايل اسمه في الكمبيوتر بي دي اف قصة حدثت زي وحضرتك اكتشفت أنه احنا ما نعرفش احنا بنقول أنه ممكن يكون فيه تزوير هل هو مقصود أو هل هو خطأ ما نعرفش المحكمة هي اللي حتقول طبعا لكن احنا حطينا علامة استفهام على فكرة الاحتمالات اللي هيشرح لنا سعادة الدكتور اتفدلي فايل احنا جلنا شخص معروف وكانت الناس بتخش احنا عندنا الاول عشان حطيب في الصورة في البيت ربنا كرمنا بمسجد وفي ظاهر المسجد احنا بنين مدرسة المدرسة دي في الدور الأولاني زوجتي دكتورة أم نور بتقوم على قسم كامل بيشتغل في القرآن الكريم وبالتالي الناس كلها في البلد في المنطقة حوالينا عارفين ان فيه حواسب قلية وفيه بنات بيشتغلوا فكل واحد عايز يعرف بطاقته فيه لا بس ما عليش عشان نفاهم الناس الدور المهم جدا اللي بيقوم بيه سعادة الدكتور له نشاطات عظيمة جدا في تنمية المجتمع وهذا مشروع رائع حضرتك فضلت ان انت تعمله عندكم في المنوفية وبيشتغل فيه شباب من المنوفية بيشتغل فيه شباب من المنوفية والشباب اللي حقيقة كل الصوفتوير بتاعنا اللي هي اجهزة الكمبيوتر شغالة به عاملينه ولاد المنوفية وتحت رئاسة أم نور اللي هي متبعا ربنا يبارك لك يا أم نور يا رب يبارك لك انا عايزة بس اقول ان اسم الشركة مش ده اسم الشركة ده اجمل اسم شركة شفته يعني في حياتي لاني انما شوفت كده قلت الله طبعا الكافر ده اسم الشركة ده على فكرة مش اعلان ولا يهمني الكافر الكافر عن شركة يعني بتتعامل في كل انحاء العالم الشركة اسمها ألف لام ميم ألف لام ميم ايه العظم ونتمنى انك انت مين اللي جاب الفكرة الرائعة والله حضرتك الفكرة طالع من القرآن لان ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريبة فيه ايوة فبدأنا ندور على المية اربعة كتاب اللي هو القرآن ايوة وان شاء الله هتجلنا فرصة معاك نقدم للجمهور القصة كلها بس قولينا فكرة عنه كده بسرعة الفكرة بسرعة ان فيه للرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام حديث اتكلم فيه على ان فيه سر في القرآن وان فيه مية واربعة كتاب جوه القرآن اي طبعا احنا دورنا على السر ده وطلعنا من الكتاب المية واربعة كتاب بترتيب تنزيل القرآن وبالترتيب الحالي والمية واربعة كتاب دول عبارة عن سبعة وعشرين كتاب في العقيدة 33 كتاب في العبادة 44 كتاب 7 في الاقتصاد 7 في السياسة و30 كتاب في القضايا الاجتماعية ما فيش قضية ده آيات القرآن وما فيش حالة لما بتعملوها بالكمبيوتر تقدروا تعملوا لهذه التقسيمات هو سبحانه وتعالى ادانا جو الكتاب الدليل القاطع لأول مرة في تاريخ البشرية إن هذا الكتاب لا يكتبه إلا الله لأنه مكتوب بطريقة رقمية ديجيتل لا يستطيع بشر يكتب زيه ايوه شوف حداتك قلت إيه اللوها محمد أمين كتب كتاب رائع قال فيه كلمة أنا توقفت قدمها يا مامها أنا وزوجي يعني أنا شعري وقف إحنا كلنا بنقول ديجيتل دلوقتي شريط ديجيتل بتاع ديجيتل 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 كلمة ديجيتل ما سمعناهاش ولا فهمناها إلا في العصر الحديث تمام اللي هو التركيب الرقمي تمام التفسير الرقمي لكل حاجة في الدنيا تمام كتاب مرقوم مرقوم فبيدور على الترجمة في القرآن الأديم لقاهم مترجمانها إنها على إنها حسابية أو رياضية يعني حاجة مثيماتيكا لكنه قال هذا هو الترجمة الحرفية لكلمة ديجيتل تمام فإحنا النهاردة في هذا الزمن وهذا العصر عارفين يعني سبحان الله يوم ما كتب هذا الكتاب هذا كتاب مرقوم تمام فحضرتك بتفسر لنا بقا تمام بتفك شفرة الأرقام تمام ووجدت في شفرة الأرقام دي الكتب اللي حيك بتقول لنا تمام وهو إدانا المفتاح الله وأكبر إدانا المفتاح آه ما شاء الله حضرتك بقا يعني لك أن تتخيلي الحالة اللي كنا فيها من أربع سنين الأظهر شك اللجنة أي الإمام الراحل الشيخ محمد سيطان طاوي الله أكبر مكونا من شيخ نصر فريد واصل الدكتور عبدالله مبروك النجار شيخ نصر فريد واصل معنا أمس تشرفنا بوجوده دكتور نصر إنسان عظيم وعالم كبير ومعاد دكتور عبدالله مبروك النجار والدكتور محمد شحات الجندي وطلعت لنا إجازة أن نحن نقدم هذا العمل للناس زورنا على مواقعنا الأربعة الويب سايت مليار وستمية وتلاتين مليون من البشر في أربع سنين يعني حاجة تذهب فيسبوك مين يا جماعة فيسبوك مين مليار وكام وستمية وتلاتين وكذا مليون للرقم دلوقتي وصل من المسلمين بيدخلوا من المسلمين ومن الناس كتيرة في العالم بيخشوا وتفراجوا حاجة ممكن الويب سايت ناخده وننزله على الشاشة عشان كلنا نقدر ندخل عليه أنا أكون شاكل دا حضائك هتبقي أعملتي خدمة كبيرة جدا في التفرحي كل الفريق اللي عمل الشغل دا لا دا إحنا بنحييهم تحية من قلبنا ربنا يكرمكم يا رب وإحنا عايزين نخش على الويب سايت نشوف لا فيسبوك مين دا حضرتك بتقولي خبر دلوقتي دا موضوع تاني بقى يا جماعة إحنا دلوقتي جايين نتكلم على تزوير النخبات دخلنا في قنبلة تانية بس حضرتك أهمية الموضوع دا بقى الويب سايت اسمه ايه؟ الويب سايت اسمه شفرة القرآن شفرة القرآن كلمتين ورواق شفرة القرآن بالعربي حيروح على المواقع خشلنا على شفرة القرآن وفتحوا علي على الشاشة تعرف تدخل وتكتبوا شفرة القرآن دوت كوم ولا بس يكتبوا شفرة القرآن شفرة القرآن على طول حيد دخلنا الاسم بقى ألف لام ميم جه لأنه هي حروف التهجي دي اللي لما سؤل عليها الرسول والسلام سألوا سيدنا أبو بكر بيقول له ايه حكاية الفواتح دي فرد عليه قال له في كل كتاب سر وسر الله تعالى في هذا الكتاب فواتح الصور جه سيدنا علي بن أبي طالب بيسأله ايه الفواتح فقال له لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي وبعدين جه حديث قال أنظر الله من السماء جميع قوانين السماء في مئة وأربعة من الكتب وحدتهم الطوراء الزبور الإنجيل الفرقان ومئة كتاب خد المئة وأربعة كتاب دول حطوهم في القرآن وخد القرآن حطوه في الفتحة وعين سكت وألفة من علم تفسيرها كان كمن علم جميع قوانين السماء وأنا حضرتك جبتلك معاي هدية إن شاء الله يجبوه لنا بعد شوية هجبتلك لوحة من تسعة سلايدز عملناها ووزعناها على الناس في العيد رسنا الهجرية وختمناها حطينا عليها الكتب كلها أتوها عشان نحطها قدام الكتاب وختمناها بالحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي بقى بيسأل الصحابة بيقول لهم إيه أي الخلقي أعجبوا إليكم إيمانا فالعادين ألول الملائكة فرد ألهم وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم فسكتم شوية ألول النبيين فألهم وما لهم لا يؤمنون والوحي بينهم فسكتم ورجعوا ألول نحن على الصحابة فألهم وما لكم لا تؤمنون وأنا بينكم أو بين أظهاركم وبعدين سكت ورد ألهم إن أعجبوا الخلق إلي إيمانا قوم يأتون من بعدكم يجدون صحف فيها كتب يؤمنون بها يا الله يعني دي كان خير ختام قوم يأتون من بعدكم فيجدون صحف فيها كتب يؤمنون بها يا الله وبعدين حضيتك بقى إحنا دلوقتي كل الزجال اللي بيننا هنا كل الدول الإسلامية عايزة تكتب دستور من واقع القرآن إيه رأي حضيتك بقى إن كل حاجة موجودة فيه فيه كتاب عن الحجاب فيه كتاب عن الغذاء الغذاء والشراب فيه كتاب عن اللبس والزينة فيه كتاب عن الإعلام كتاب عن الإعلام وحاجة جبارة والاقتصاد والمجتمع كل حاجة والعلاقات الإنسانية وبعدين تخيل الدكتورة الجبروت بقى بيقول في الحديث حطوا كل ده في الفتحة هتتفرّج حضرتك في البرنامج هنفرّجك على المية أربعة كتاب جوه الفتحة الله أكبر يا جماعة فين شفرة القرآن فتحتوها ولا لسه طب فين عايزة أشوف أنا ودوني الله أكبر ونقدر بقى نخش إحنا على كتاب كتاب منهم ونقدر أحضرتك تنظر تخشي على أي كتاب وبأي لغة أنت عايزاها وبعدين فيه بقرآن كود فيه جزء عن الإعجازات اللي جوه الكتاب يعني أنا أقولك أقولك ملحجات اللي جوه الكتاب اللي هي تضيع العقل يعني حضرتك تصوري أن كل الكتب دي بترتيب تنزلها تقولي للحاسب ارسم اسقط الصور وعدد آياتها ويرسم كل الكتب في ترتيب التنزيل تكتب محمد وكل الكتب في الترتيب النهائي تكتب الله الكتب اللي هي كلها الزكر صحف الأولين صحف إبراهيم كتاب موسى الطوراء كتاب داود الزبور كتاب عيسى الإنجيل كتاب محمد أسر عليهم جميع الصلاة والسلام الحقيقة اللي هو القرآن اللي في إيدنا الكتاب بتاعنا وكتاب أول مرة نشوفه ذكر في القرآن اسمه الفرقان المحكم هذه السبع كتب السماوية كلها هقول لك زوارنا من المسيحيين سبع سماوات سبع كتب الله حاجة عظيمة جدا 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 واحنا يعني دا الحاجة سبع تيام في الأسبوع هتلاقوا رقم سبع تيام طبعا حضرتك عندك طب حضرتك لما قلتلي بمناسبة ألف لام ميم اسم الشركة أنه ألف لام ميم كافها يعين صاد قاف صاد كلها ميم كلها حروف بتبدأ بيها يعني 29 صورة 29 صورة احنا بنقراهم ومش فاهمين لكن بنتبارك بيهم تمام لا حضرتك أنا أنا هوفراجك على الشاشة هل نقدر نفهم اه التفسير الرقمي لهذه الحروف دول كود وقوتها دول كود ده هو زي ما قال ده شفرة ده شفرة الله أكبر يعني حضرتك هتشوفي الـ 29 حضرتك عندك الفتحة اي سبع آيات 29 كلمة اي 29 كلمة يقابل كل كلمة منهم صورة من الصور اللي تبدأ بالفواتح طبعا هايك عارفة ان الفواتح دي في صدر الإسلام اللي باحثين في تلك الفترة اتكلموا عن انها اسم الله الخاص اسم شفرات تدخل الجنة الى أخيلة اتضح انها فيهرس يعني حضرتك بتقري بسم الله الرحمن الرحيم في الفتحة يقابلها ألف لام ميم بتدخلك على آيات ابن جريد الطبري العالم في القرن الثاني الهجري قال انه الحروف الـ 14 حرف بتوع الفواتح دول بيشكلوا جملة جملة واحدة بس نص حكيم قاطع له سر نص ده جربنا الحقيقة هو فعلا نص حكيم قاطع له سر وطلع السر ده 30 آية موجهة في تلتيب تنزيل القرآن للرسل و30 آية وكأنهم موجهين لنا أي الحاسب بيطلع اسم الآيات دي فطلع لها من ضمن الأسماء اللي طلحها الرسالة الأخيرة The Last Message الرسالة الأخيرة ده الاسم اللي ربنا سبحانه وتعالى الدال 30 آية طبعا حضيك تتخيلي أنا بكلمك على كلام يعني العالم كله يتفرج معنا ندبلش بالانجليزي والفرنساوي أنا أقول حضيك بقى مش حضيك البرنامج بتاعك هنا حيبقى أمة لا إله إلا الله من البشر بيتفرج يعني أنا دلوقتي عايزة أسيب البرنامج وتوزف التزوير أنا عايزة الموضوع عايزة أقعد أقرأ في الكلام ده شيء بديع يعني حضرتك يعني فكت لنا شفرة وطبعا دي شيء معقد جدا 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 الكترونية المسلمين قاعدوا يدوروا على هذا السر 1400 سنة هذا السر ربنا أراد أنه يتفتح لنا في بيتنا في سلسل ليان ولكي حضيك أنت تخيلي الحالة النفسية بتاعتنا لما بدأنا نشوف القرآن طالع منه الكتاب العظيم ده طالع منه كل هذه الأمور يعني طبعا ده محتاج له إعداد لا ده احنا عايزين حلقتين حضيتك شوفي ما تتفرضي الأول حنكمل الموضوع حنكمل يا جماعة نعمل إيه نكمل في التزوير الانتخابات ولا نكمل مع الدكتور الشباب كلهم بقولوا لي لا تزوير إيه بقى يلا نكمل شوية في ده كمان طيب وبعدين هنروح للتزوير طيب أنا إذا إذن تلي حضيك إذا كان اللوحة دي هتطلع الشاشة خطلنا اللوحة على الشاشة هتسهيلنا ممكن هل هي عندك ولا مسكها لك ثاني طيب بيعملولها داون لودة من على الإنترنت اللي هي دي ولا موجودة عندكو على الإنترنت ما تحضوها من عندي خذها كالكواليتي من عندي أحسن من الداون لود يا فالح أه تفضل هو حضيك في البداية فوق عندك إحنا بدأنا عاليمين فوق بالحديث اللي أنا ذكرته دلوقتي أين إنترنت أحسن طيب يلا يلا حبيب نزلها من الإنترنت لأعشان عايزين نقرأها على الشاشة اتفضل يا فاند الحقيقة حضرتك الإعجازات اللي طالع من هذا الكتاب العظيم فيها حاجات تذهب العقل يعني تذهب العقل دا حضرتك في كلمة إن الفتحة دي فيها سر أسرار الكتاب كله وإزاي إن حضرتك لما فسرتوها رقميا طلعت قصادها ألف لام ميم دا شيء فعلا يوز بالعقل ما أنا بقول لحضرتك أنا إحد المعدين اللي عند حضرتك تكرر مشكورا في التليفون بيقول لي إنت حاجب نفسك عن الإعلام فقلت له أنا كنت ممنوع أطلع في الإعلام ليه في الماضي أيوة عشان الإخوة اللي ما يتسام الإخوة وفي نفس الوقت أنا كنت مشغول بالقرآن لأن حضرتك تتخيلي العظمة التكريم اللي ربنا كرمني إياه أنا وأهل بيتي نحن نقعد نشتغل في هذا الكلام الله أكبر حاجة إحنا بقنا الدنيا مش سيعانة وحضرتك بتحمل ده في شركات برا وفي لا إحنا سجلنا الملكية الفكرية لحماية الشفرة وسجلناها دوليا في أمريكا وفي مصر وحطينا الملكية الفكرية دي في شركة في أبرص السبب إن إحنا قبل الثورة ويمكن ما عرفش بقى هيحصل ليه في اللي جاي لكن لكن إحنا كنا كيفين ما حدش عارف إحنا كنا كيفين لينضغط علينا وتمنع تمنع حضرتك إحنا رسلنا كل ده كومبيوتر ده علم ما نقول لحضيك حضرتك أساسا التخصص الهندسي أنا أنا حضرتك درست هندسة كان مهنس المعماري وبعدين سفرت برا فاهتميت بالبيزنس مانيجمنت فكملت درساتي في الأكساندر هامتا الانستيتيوت في إدارة العمال وأنا غاوي اقتصاد ورياضيات فكملت درسي الاقتصاد وبعدين بعد سبعة وستين أنا والدي قتل خطأا الجيش المصري فتح النيران على سيارته يوم تنحي الرئيس جمال عبد الناصر فوالدي قتل والدتي جرحت الله يرحمها وأخوي السوائر تعور وطبعا حجبوا عننا هذا فما قالوناش الخبر اللي بدأت في 15 يوم والأول قالو حادثة عربية فدي أسارت فيها جدا فأنا خدت بعض ورحت المسجد في باريس وأنا طول عملي راجل مؤمن وعلى عكس يعني الإسلام في أن الواحد يتعامل إزاي مع عمور الدنيا إحنا أنا تربيت في بيت في جدي والدي الله يرحمهم ووالدتي وجدتي كانوا مؤمنين وكان تربيتنا الدينية جزء أهم من القضية فعهدت نفسي أمام الله إن أنا أشتغل في ما يرضي الله أولا واثنين في خدمة الناس وثلاثة أجرع على الله وده حقيقي أنا ما اهتمتش بمسائل الفلوس والجاه والسلطة وأنا راجل مبسوط جدا وأنا لابس جالبيتي هؤلاء النواب اللي كانوا بيترشحوا ويتزور التصويت بتاعهم وتحرمنا منهم سنوات طويلة هم الناس دي إحنا تحرمنا منه ده دي جريمة فحد ذاتها مفروض إننا نرفع عليهم قضية عليها يحرمونا من مثل هذا المستوى من العقليات والخلق والعلم لا إله إلا الله الله خليك يا فندم لا والله أنا قاعدة في زهول بدأنا في كان بدأ رحصات بعد العبور شفتوا التواضع بعد العبور كان بدأ مسألة التأسلم أنا بسميها كده وبدأت الظاهرة طبعا أنا عندي شغل في الجزيرة وفي المملكة وبشرف بعلاقاتي بالأسرة الحكمة وفي السعودية وفي دول كثيرة فجيت أنا كتبت ورقة شافها الدكتور عبدالي حجازي وراحت الرئيس السادات فالرئيس السادات طلب مني قال لي أنا كتبت في الورقة دي إيه أنه لازم هنواجه الحقيقة أن فيه طيار إسلامي حيظهر وأن في بدايته حيبقى واخد شكل الأعراض الأولى اللي هي ناس بتتكلم بتقول أي كلام وأن المطلوب أن يقنن هذا العمل ويرد عليه بتطبيق معاصر سليم للشريع الإسلامي وخدت لنفسي المصار أن يكون العمل في المؤسسات المالية الإسلامية البنوك وشركات التكافل وشركات الاستثمار والحقيقة طبعا في ذاك الوقت كنا بنشتغل وحدين وأنا كتير أقول للجماعة المتأسلمين أنتم كنتوا فين نحن في السبعينات كنا الوحدين وربنا كرم أسسنا أول شركة إسلامية الاستثمار أنا واخواتي واتجاهنا للأمير محمد الفيصل الله يديره الصحة والعافية وطلبنا منه أن يكون رئيس للمجلس وروحنا عرضنا على الدول الإسلامية كلها بدءا بالشيخ زايد الله يرحمه أنه يساهموا يخشوا مساهمين وفعلا أخيمة هذه الشركة وبدأنا نعمل إصدارات للمضاربات الإسلامية الحمد لله نجحت ووصلت لنظار المال الإسلامي فالتاريخ في التطبيق حالك اشتغلت في التطبيق للاقتصاد الإسلامي الفعلي الفعلي يعني اقتصاد وعلم ودين يعني طبقتها في مجالات كثيرة الحاجة الغريبة يا دكتور أنه أنت ما تقول لي فيه مليار مليون مليار شخص بيدخل على شفرة القرآن وده طالع من المنوفية أي من سنسيان المنوفية ربنا يكرمكو يا رب ده يا جماعة هذا الرقم على الإنترنت معناها أنه إحنا بنتكلم في دولة يعني حضرتك خلقت دولة من الناس اللي بتدخل تتفرج عندك على الإنترنت أنا أقول لحضرتك حاجة إحنا من ضمن الحاجات اللي بتثلج القرآن إنها تكلمك الناس بتخشوا بنديها فري داونلود بينزلوا البرامج وبنقول لهم اتأكدوا بنفسيكم لأن حضرتك لا تتخيلي إحنا عندنا ناس بتقف في المؤتمرات تبكي لأنه بيشوف أن الله حي قائم على العبادة مش مسألة إن احنا بنقول كلام كده في الغيب وبعدين بيشوف بالعلم قدامه إزاي الكتب دي كلها هتفصل المشاكل اللي احنا بنضيع وقتنا فيها كلهم مع الآخر في خلاف أنا أديكي أمثال الدكتور إبراهيم درويش فقيه الدستور اتفرج على العرض دا وبكى أنا في حالة زهول يا جماعة أنتم مش قادرين تتصوروا إيه اللي في إدينا أدي أعظم دستور وندور على دستور ومين اللي هيكتب الدستور الدستور في إدينا وده مش كلامي أنا حد يقدر ينقشه ده نصوص والقاعدة ما حدك عارفة في الشريعة لا يعني لجت هذا مع النص دي نصوص من عند الله مش أنا اللي ألفها واتبعت لنا لجان جات اشتغلت وبيجينا علماء من أجزاء كتيرة من العالم بيجوا يتفرجوا على هذا العمل في سلسل لاية يعني هي مثلا التأسيم الحقيقة حدته كتاب العقيدة كتاب العبادة كتاب المعاملات وتحت مثلا المعاملات فيه المعاملات الاقتصادية المعاملات الاجتماعية المعاملات السياسية يعني فعلا دستور في إدينا تمام الحقيقة أنا بترجحها داك أننا نستكمل يعني نخش في ده بقى في التفاصيل في حلقة أخرى طبعا أنا مش قادر أترك الموضوع بصراحة لكن إحنا عايزين نقول إزاي طبقنا دا اللي حضرتك هذا التطبيق الإلكتروني للكتاب المرقوم القرآن أنه حضرتك طبقت هذه البرامج في كشف التزوير في الانتخابات هو حضرتك اللغة العربية اللغة العربية طبعا بيجينا المصوص القرآنية بالرسم الأثماني الرسم الأثماني صورة أي الحاسب ما بيعراهاش فكان المطلوب أننا نكتب سوفتوير أيوة يتقبل الصورة على السكانر وبعدين ياخدوا الصورة دي تمر بمراحل لتحولها من نص إلى نص يقرأه الحاسب الآلي إلى ويرد طبعا بإدخال الفونت العثماني نوع الكتابة كان المطلوب بأننا نصوره ناجح طبعا في السكانيك بالعربي الحاسب ممكن لو ضاعت منه نقطة الته تبقى نون واليه تبقى به فلازم يبقى ضقيق جدا فالجماعة الشباب اللي عندي وكلهم من سلسلة منوفية ومن منطقة المحيطة قاعدوا كتبوا الصوفتوير الصوفتوير ده سمح إن احنا ندخل الحاجات اللي بنرسم الأثماني الصورة صورة الصفحة القرآنية صورة الصفحة القرآنية عشان الناس بس نتفهم صورة الصفحة القرآنية يا ما فيش حد ما عندنا مصحف بتبقى مكتوبة بالرسم العثماني فهم صوروها زي ما في إيدي دلوقتي دي كده تتخذ لها صورة تمام لإنها الكمبيوتر ما يقدرش يترجمها ما يقدرش يكتبها كلام الصورة دي بتتحول بعد كده بقى تمام إلى تفضل بتتحول بقى إلى لغة حاسب إلى لغة حاسب إلكتروني عشان نقدر بقى تبقى دقيقة حضرتك القضية إيه لو أنا مسكت في إيدي الكتاب كده وقلت القرآن ده عبارة عن فيه سر جواه طب السر ده يتحط إزاي كبتاك الرجل الياضيات هقول لحضرتك أنا عندي القرآن عبارة عن حروف وكلمات وآيات وصور والكتاب كله من به بتاعت باسمي إلى سين بتاعت الناس وعندي الفواتح اللي هي الحروف التهجي وعندي لفظ الجلالة الله اللي جاي بـ 11 صيغة مختلفة جوه الكتاب الله ولله وبالله وطلّه إلى أخير 11 صيغة 11 صيغة طيب أنا عندي سبع حاجات دول طيب إزاي دول يشكله سر وإحنا بندور في كتاب الله العظيم لقينا آية واحدة ربي حطتها في القرآن الآية دي الآية رقم 30 في سورة المدثر المدثر في تلتيب التنزيل رقم 4 في الآية بتقول إيه هو بيوصف الناس اللي تؤمن فجزاؤها عند الله الجنة أما الناس الكفر والمنافقين فمكانهم جهنم وبعدين بيقول الدرك الأسفل من جهنم سقر وما أدركه ما سقر ومرة واحدة بين وردتين عليها 19 طيب إيه اللي عليها 19 الآية الوحيدة في القرآن اللي ما قالش 19 إيه الآية التانية يقول 11 كوكبا أيوه 12 عينا طيب ليه ما ذكرش إيه دي فبالتالي نعطين الآية فبالتالي عليها 19 عليها 19 نقرب اللي بعدها وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم عدتهم إلا فتنة للذين كفروا طيب نقف عند فتنة 19 فتنة أيوه ناس كتير في التاريخ 19 دي غرتهم من ضمنهم البهائيين اعتبروا درخم مقدس إلى آخر ما كمل بقى بيقول إيه خذي بقى لحظتك من تركيبة الآية وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا خلي بالك بقى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب الله إزاي تبقى فتنة ويقين أيوه ليستيقن ليستيقن وليزداد الذين أمنوا إيمانا فبقت فتنة ويقين وتزود الإيمان ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب لا يرتاب الذين أوتوا الكتاب يعني كل الذين أوتوا الكتاب اليهود والمسيحيين والمسلمين ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون والمؤمنون ما عندي بقى وما جعلنا أصحاب النبي إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليزداد الذين أمنوا إيمانا وليستيقن الذين أوتوا الكتاب وليزداد الذين أمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمميد فإذا هي فتنة العدد 19 ده فتنة ويقين وتزود الإيمان وتضيع الريبة إزاي إزاي 19 بس تعمل كده طيب عليها 19 هل عليها يقصد بها السبع حاجات اللي يشاكلوا القرآن زي ما قلنا الحروف والكلمات والآيات والصور والكتاب ككل والفواتح واللفز الجلالة أو يقصد عليها المية واربعة كتاب لجوة القرآن اللي قال عليهم سيدة رسول الله تبدو العلاقاتهم بال19 احنا عايزين نفهم بقى إيه اللي عليها 19 فأول حاجة جات في ذهننا قلنا طيب يبقى لو جمعنا الحروف والكلمات والآيات والصور وأسمنا على 19 نشوف تقسم معنا ولا لا فخدنا النصوص أصلا من الأزهر طبعا بتبادل خطابات وشغل رسمي وخدنا النص العثماني وحطينا كتبنا سوفت وير يفك الحروف من بعضها ورجعنا الكتاب كما أملاه الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كتبت الوحي وقلنا للحاسب عد واسم على 19 أي فلما عملنا كده ما فيش حاجة قابلة تقسم على 19 إلا عدد الصور عندي 114 صورة 6 في 19 بـ 114 للبقاء ما أسمش فقلنا بقى هل هناك وسيلة مختلفة للإحصاء بالذات أنه هو ذاكر في الكتاب زي ما أنت بنقوم هو في الكتاب الله سبحانه وتعالى بيقول إيه وأحصينا كل شيء عدد إذن فيه إحصاء طيب نظام الإحصاء فيه إحصاء في القرآن أحصينا كل شيء إزاي نطلع بقى نظام الإحصاء ده من جوة الكتاب شوفي بقى حضرتك وكل شيء أحصيناه كتب بالضبط فاخدنا جوة القضية دي دلوقتي وإحنا بنبص فيها المدثر نزلة رقم أربعة في ترتيب التنزيل اللي وراها رقم خمسة الفتحة بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف الله وهي الفتحة اللي وراها طب إيه بقى اللي يدلنا أربعة الفتحة وخمسة الأربعة أنا أسف أربعة المدثر خمسة الفتحة يبقوا تسعة من تسعتاشر يبقى فضلي كام عشرة أي رحنا نشوف عشرة بتقول إيه اللي أنا عشرة بتقول الفجر صورة الفجر الفجر وليالي العشر والشفع والوطر جوز وفرد أض أن إيفن أي بير أم بير لعبة بيلعبوها الأولاد في كل حتة أسهل حاجة في الدنيا جوز وفرد أي طب يا ربي لو الكتاب مكتوب بالجزء والفرد شوفي بقى العظمة بتاعت البساطة والزكاء لو مكتوب بالجزء والفرد ما نعرفش نحرك حرف واحد وهو بيقول لنا في الكتاب ما حدش عرفشي الحرف واحد آه فروحنا كاتبين السوفتوير وقلنا الحاسب جمع بالجزء والفرد ويسر مرات ساعتاشر هنا بقى ما قلش حضرك احنا بينا الواحد مش قادر يعمل حاجة أكثر منه يبكي ويسجد في الأرض يصلي يشكر لقينا الكتاب كله بيقبل معنا الاسم على الساعتاشر الحروف قابلت اسم على الساعتاشر جوز وفرد الكلمات الآيات الصور الكتاب كله الفواتح ولفظ الجلالة اللفظ الجلالة لما جينا أسمناه الأول لما جينا نقسم الفواتح رحم الديني 2696 اللي هو الرقم الصحيح لعدد مرات ذكر اللفظ الجلالة في القرآن الله أكبر الله أكبر احنا بيشين طول السكة بقى يدينا دلائل لما جينا نقسم بقى على على رفظ الجلالة الله اداني رقمين سبعة وتسعة وعشرين سبعة وتسعة وعشرين ولقد أتيناك ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سبعا من المثاني والقرآن يبقى الفتحة فيهرس والباقي الـ 113 آية هم الكتاب يبقى سبع آيات فيهم تسعة وعشرين كلمة يقابلهم تسعة وعشرين صورة فيهم الفواتح الله أكبر بدأنا نحط هذا الكلام بقى فجينا إن إحنا أمام معقول لا ده أنا بقول لحضرين إعجاز إعجاز القرآن يعني شيء بقول لحضرين لا يمكن تتخيليه وصلنا لديه فسألنا بقى هل نعملين ده في فايل مستقل قلنا نشيل ده نحطه في الفايل اللي بيعد بالجوز الفرد حطينا 30 آية لقينا الحسب تبرمج لوحده بقى لا إله إلا الله أنا بقول لحضرينك الجمع الخبرة جمع يعني فيه خبرة لجنة خبرة جت وحضرينك هتلاقي على الويب سايت المؤتمر الصحفي اللي عملنا وإحنا نفسينا تخضينا بقى الحسب بقى تسألي الصورة دي اسمها إيه يقولك البقرة طيب البقرة الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الله أسامي أخرى الأندولوسية الغمامة طب الأسامي دي صحيحة تدوسي على الزرار يورر ويروح مديك الأسامي الأخرى اللي قالها الرسول حاجة ويعني أنا أتمنى أنك أنت تكسبي ثواب في هذه العملية العظيمة الناس تتفرج على الشاشة الكلام ده بتعمل قدامهم ده ده حاجة لكم بقى في المركز بقى ونقعد ونعمل موضوع ده موضوع كبير وبعدين الكلام ده يعني الله أكبر بالدبلش بالإنجليزي والعربي مليار وستمائة وثلاثين مليون حيجوا وتفرجوا على البتام إن شاء الله يا رب بإذن الله بإذن الله حضرتك بقى بهذا الجهد الخارق واكتشفتوا وإنتوا بتشتغلوا كل هذه التركيبات حصل إيه بقى في موضوع الأسامي بقى القسمة بتاعنا بقى اللي بيشاروا فيه الفريق العمل الناس يوم الانتخابات جايين بيطلعوا ومعهم البطاقة الرقم القومي عشان يسألوا إحنا فاني لجنة فطبعا عاملين زيطة والناس بتشتغلوا فبالتالي طلب من إحدى البناتنا اللي شغالين قادي على باب المدخل تحت فجالها واحد إحنا عارفينه من المنطقة بتاعتنا معاه في إيده كارتين بطاقتين فالداها الأولانية حطته في الجهاز قالت له لجنتك كذا مدت إيدها بتقوله ديني البطاقة التانية فمد إيده وبعدين رح متلجل وراجع قال لها دي طلع على عنواني في السادات ورح ماشي ماشي وهو منزعج طبعا البنت القصة دي أصارت عندها شك فطلعت بتسأل هل يا جماعة ممكن إن واحد يكون معاه بطاقة بتقطين على عنوانين مختلفين ويطرى يبقى له صوت واحد ولا صوتين بلغوني هذا فأنا طلبت من المنور والفريق اللي معها قلت لهم إيه اللي بولي بسرعة البي دي اي في المقانعات بتفرج عن نتائج يا مدام هلا يعني عملية ما تخشش دماغ حضرتك أنت علمة ودرسة لا يمكن يبقى فيه هذا النمط في النتائج الاكتساح أنا راجل بتابع المسرح السياسي في مصر من اربعة وسبعين لا يمكن النتائج مزهلة فبالتالي حولنا طلع البي دي اف اللي جاي لنا على بناء وورد ونزلنا على اكسل زي بقى نفس نفس الحجل سيستم اللي عملت بياخد 48 سرعة استعملنا فيه برامج بتاعتنا ملكنا احنا الحق اللي تأليف فيها لنا ونجم عن هذا إنه ظهر بقى قلنا الحاسب رتب الأسماء تنازلي فاتخضينا أنا ممكن يبقى عندي حالة شابو أسابي اسم جاي مرتين ثلاث مرات لكن اسم جاي فعندنا حنف دايل 18 سادات 11 مرة وبعدين وراه اسم جاي 10 مرات واسم جاي 9 مرات زي ما بقى هنا في الكشوف دي عندكم يا جماعة عندكم الكشوف دي هنشوف مثلا الأسامي ده مش اللي في ايدي تمام ده اللي في ايد حضرتك الكشوف دي جاية 9 مرات وفيه عند حدي الكشوف جاية أكتر لا شوفوا بقى ده شوفوا الأخ إبراهيم محمد إبراهيم والأخ أحمد محمد أحمد تفضلوا بدر شوفوا إبراهيم بقى لا حاجة 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 يعني يعني مزل تحصل بطريقة وبعدين أسماء ربعية وخمسية يا جماعة يعني يعني مثلا محمد إبراهيم محمد الشيخ محمد رهيم محمد الشيخ شوفوا وأكيد مستمر أحمد محمد أحمد وطمان وبعدين كل مرة غيرلحظي حضرتك على لجنة مختلفة وبالتالي هنلاقي كل واحد على لجنة مختلفة وبعد الحالات جايت مرتين وتلاتة في نفس اللجنة وبعدين قالولنا دي أسماء بتتكرر عادي في أسماء غير عادية يعني أعتقد فيه هنا جدول في أسماء غير عادية يعني في مثلا محمد عبد المردي أساسا عبد المردي دي يعني مش كتير لكن محمد عبد المردي محمد الجريسي جريسي يعني آدي الجريسي ده متكرر هو ثلاث مرات اعتماد إبراهيم محمد أحمد محمد محمد محريق أظن محريق ده يعني فيلم اسم غريب جدا سعيد علي محمد السهرجتي ده جاي كم مرة حضرتك في الخانة السهرجتي ده بيسهر كتير جاي كم مرة متكرر كل مرة أو في مدرسة تمالاي الابتدائية مدرسة تمالاي الابتدائية مرتين وبعدين عندنا صبحة حسن محمد حبلص خدتوا بالكم صبحة حبلص وبعدين عندنا اسم أجيب لكم اسم غريب تاني فتحي محمود محمد التهويهي عمل في مدرسة الابتدائية الجديدة بمقمول إدارة الزراعية بمنوف وبعدين نفيسة مبروك محمد الديناصوري يعني دي أسامي لا يمكن تتكرر كتير يعني اتفدى محمد مشعد محمد الزلعاوي اتفدل يا فن فالأسامي دي كلها صارت انتباهنا طيب وهادك قلتلي انه كمان سعب انه يبقى نفس الاسم نفس الراجل مولود من نفس الام يعني يقول لنا الموضوع حضرتك لو عشان بس المشاهدين يفهموا القضية أنا اسمي إبراهيم مصطفى محمد حسن بركات إلخ إلخ كامل في الآخر إبراهيم مصطفى محمد حسن بركات ده معناها خمسة خمس اسماء لو قلنا كل جيل من دول عشرين سنة يبقى من مئة سنة في تلاتة وعشرين لو انا جاي تلاتة وعشرين مرة تلاتة وعشرين بركات خلفوا تلاتة وعشرين حسن خلفوا بعد عشرين سنة كمان تلاتة وعشرين محمد بعد عشرين سنة كلفوا مع بعض تلاتة وعشرين مصطفى عشان بعد عشرين سنة كمان أجنا تلاتة وعشرين إبراهيم كامل دي حالة مستحيلة مستحيلة تحصل يعني هولا حديك حاجة لو خدنا معادلات الرياضيات حضرتك تقدري تحطي لو الاسم تكرر مرتين في عينة زي اللي عندنا احنا ربو مئة وستاشر ألف وواحد في الدائرة يعني عينة صغيرة لما حضرتك تقولي عشان ده يحصل فعينة يتكرر مرتين لازم العدد يبقى فصلة صفر فصلة تسعة تصفار خمسة يعني احنا بتكلم تلاتي على مليار عينة فيها تنين مليار عشان ألاقي الاسم جاه مرتين لو قلت الاسم جاي 11 مرة لازم يكون عندي 12 صفر يعني حضرتك بتكلمي بقى على دخلنا في العشرة 12 تريليون طبعا مش في عينة صغيرة بمئة وستاشر ما درش ألاقيها وبعدين اللي أغرب من كده لو أنا هفترك جدلا إن في حالة غريبة كده هاصل كده لقينا اتنين زي بعض لقينا تلاتة تلاتة لقينا عشرة آه عبو الصلاقي بقى جاي وراهم اسم تاني ده بدأ بتاتة وعشرين مرة جاي اسم تاني وراهم باتين وعشرين مرة واسم تالت واحد وعشرين مرة واسم رابع عشرين مرة والتسعتاشر والتمنتاشر والسبعتاشر والستاشر لغاية اتنين إذن هنا في يد دخلت وحطت الأسماء دي ما تنفحش غير كده ما لهاش أي تبنيه غير كده يأتي بها السؤال إزاي الحكاية دي تعملت حضرك يعني أنا فيه وقع هنا بتقول إنه من هول المفاجأة ده معناه إنه في دايرة واحدة مثلا هي دايرة منوف السادات فيه أربع تلاف وسبعمائة شخص اللي هم عشرة في المية من كل الجملة التصويتية من من لهم حق الانتخاب يحملون أكثر من رقم قومي تمام أربع تلاف وسبعمائة شخص عندهم كذا بطاقة بقى مصيبهم تمام حضرك على ما تاخدي البطاقة اللي معاهم فيقدروا يصواتوا تلاتين ألف مرة تمام تخيالي حضرتك ويصواتوا مش بس عندي أي يصواتوا عندنا في دايرة منوف السادات وينتقلوا بالعربية ما فيش ربع ساعة يبقوا في البجور أو نصف ساعة يبقوا في أشمون طب وفين بقى الحبر الفوسفوري والحاجات دي لا لا ما فيش يا فندم الحبر الفوسفوري ده بتشال بشوية بقشرة لمون ولا قشرة بورتغان تتشال بيدي راح لأنه يصعر حبر من نوعية رديئة لكن حضرتك بقى هتلاقي نفس الاسم بيعدي في الدارة لجنبنا في أشمون البجور يدلي بأصوات وبعدين لما يوصل بقى هنا كم الأصوات المزورة وصل 147 ألف طبعا في القيمة 147 ألف محد الشعر في جيبهم دول لا يمكن يعني المنافس بيبتدي بالسطر رقم واحد والتاني 147 وواحد فإذنه وإيه لا يمكن لا يمكن بيش بقى منافسة خالص في الموضوع لو حضرك انتقلت للدارة اللي جنبنا بركة السبع تلا واسنا الرقم ده بيقفز إلى 250 ألف 250 سبعة وخمسين ألف إجمالي لأنه بيعدوا بيعدوا الحدود بينتخب في كل حتة مرة لو حضرك كملت النص التاني بقى عشان المنافسة تكمل حنبقى في الرينج بتاع 300 ألف صوت مزور في 30 محافظة في المتوسط عندنا محافظات عالية ومحافظات أقل لكن قلنا هناخد دول كمتوسط أنا بتكلم على 9 مليون صوت عايمين من غير ما حد يفهم هما دول إيه طيب دول لو بيدوا أصواتهم لاتجاه معين يبقى زي ما قلنا ديك النهار كأن حد خد مصر وربط إيديها ورجليها وسلمها لاتجاه معين يعني حدك بتقول أنه هذا الخطأ مقصود هذا الخطأ ما يقدرش يكون حاجة طبيعية لأن كان مفروض حدتك إذا حدتك بصيتي في القانون بتاع إنشاء قاعدة الناخبين المفروض أنهم القضاء بيراجعوا أي واحد حيرتب أبجادي لأنه هنا في القانون بيقولوا رتب أبجادي لما هيرتب أبجادي هلقى إبراهيم كامل إبراهيم كامل إبراهيم كامل إبراهيم كامل في 11 مرة أو 30 مرة هستعجب لازمني الرقم القومي محدش لحط الرقم القومي لازمني العنوان ده ساكن في السادات وده ساكن في سلسل لا دعم أحططين وراء بعضيهم كده من غير رقم قومي ومن غير عنوان إحنا قلنا المسألة كده ما تنفعش المسألة كده ما تنفعش عمل إيه الدكتور إبراهيم كامل قال المسألة ما تنفعش عايزين نعرف بقى رحلة التوسق من هذا الاختراق الكبير للكمبيوتر وما هي توابع هذه القنبلة لو انفجرت في نظام الانتخابات في مصر نوع جديد ربما يكون من التزوير لكن أنا عايزة أقول أنه حطرح على ساعة الدكتور أن وزارة التنمية الإدارية بتقول لا صحة لما أشيع عن تزوير أو تكرار بالملايين في أصوات الناخبين أو قاعدة البيانات تعليق الدكتور على هذا التصريح هنعرفه بعد الفاصل ونكمل رحلة الانتخابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هنا كده كمان أنت مصور بقى أنا دخلت على ربس متاع الانتخابات عشان أشوف اسمي واللجنة والرقم والكلام ده فبعد ما خدت الـ data بتاعتي قلت أشوف والدي هو والدي متوفي من 10 سنين فلاقيته مقيد في المعانا ولو مكان ولو رقم ولو كل حاجة رقم قومي؟ إنه لسه لسه موجود لو رقم قومي يعني رقم قومي من الجودات دول اللي نسجل عسل رقم قومي ده لسه جاي مصري من إنت هو موجود هو موجود والمفهول نهي روح ينتخب ومتوفي من 10 سنين ومتوفي من 10 سنين طب ما عملتش بلاغ ليه أنا كنت عايزة بلغ بلغت البرنامج ده برنامج البلغات أنا هسميه بلاغ بوك كل يوم نعمل البلاغ للنائب العام ده هنغير اسم البرنامج بلاغ للنائب العام بلاغ ده أسعى شكرا زكري عندنا شاهد يا خبرة ده إيه ده ده إيه حضرتك الأحداث بإنتي عندك خضرة إن الأحداث دي تجيلك بجذب مغناطيسي لشخصيتك أنا عايزة أفكرك بقى بإننا جبنا سيرة الرئيس السادات الله يرحمه نزلي كده كلمة للرئيس السادات من عندكم ما شاء الله الله يرحمه يحسن إليه الرجل العظيم شوف بيقولك أي إنسان يحترم مسؤوليته يحترم شعبه يحترم كرامته وبيشوف القوة القوة اللي بي نا يعني وشوف الإنجليزي نا المشهد التاني المشهد التاني اللي أنا يعني مش قادرة نسهوله يعني رئيس جمهورية يعني وبياشكر يحترم شعبه يحترم كرامته ده والرصاص يا دكتورة الرصاص جيله ويف على المنصة وبيعمل ييده كده ويف ويف يقابل الرصاص وعمل ييده كده يعني وانا بتكلم في اعداد الدكتوراه قال لي بلدك هتبقى أفقر من مجلديش لا لا رجحت مصر رجحت على باريس كان القرار جهة دعوة للمؤتمر زملائي عدنا وسحبنا قرعة طبعا اللي كانوا أنا جلسة جاي من مصر وطيارة تزاكر درجة أولى فاختاروا فريق يرأسه ياسين تاجدين زملنا في الوفد وحضرنا ملف كان على رأسه سؤال إلى أين أنت ذاهب بمصر عالم تستفهام كان الرد في المؤتمر طبعا بعد مأساء ومعاملة الناس ويعني قصة طويلة مش وقتها يمكن دلوقتي بدأت بقى المشاكل لأنه رد أنا مش مستنيكم أنا عندي ألاف الشباب المثقفين اللي زيكم أنا عارف أنا رايح فين بمصر النتيجة اللي احنا فيها وعليه 80% من الدفعات اللي كانت معنا ما رجعوش أنا خدت قرار أعود ألاف عن بلدي ما كان مناش سنة حصلت حدثة الوالد بالتالي أمام الله بقى في مسجد أنا دخلت المسجد في باريس ساعة 12 ظهرا خرجت بعد نص الليل وبعد ما باكيت حالي لله سألت نفسي ده بيحصل ليه وإيه فطبعا للمخرج في حديث جميل سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول إيه بيقولوله لما المشاكل هتزيد وهتبقى فيه فتن فسيدنا علي بيقوله طب العمل فرد قال له عليكم بكتاب الله كتاب الله كتاب الله فيه نبأ وما قبلكم وخبروا من بعدكم حديث جميل جدا جدا فأنا قلت لا يبقى هي سكتنا لازم هنتمسك بكتاب الله وخدت القرار بيني وبين نفسي لنا بتيدي أشتغل بقى في المجالات اللي أنا فيها والحمد لله مرجحت بصر بقى بعد ما الرئيس سادات جه كان أول حاجة اتفرق عليها هو كان مشروع الواحد وعشرين مليون فدان الجداد وراح نطلع قرار وقعوا الدكتور عبدالحجازي والمشروع بسيط جدا هنأخذ مية وطمي وهنطلع الصحر ونزرع نقدر نزرع كام واحد وعشرين مليون فدان إزاي بتوفير المية في الوادي والدلت وحدك كلمته في الموضادة مع الدكتور محمود عمار صديقي العزيز الله ده حالك بتتفرج بقى لا أنا بتتفرج عليك على طول من زمان لأن أنا الحقيقة يعني أنا مش عايز أبان قدام السادة المشاهدين بقى حيقولوا أنت رايح تقعد مع الدكتور هالة عشان تقعد تقولها كلام حلو هي الحقيقة أنت تستهلي كل كلام حلو أن طريقك وسكتك المهنية اللي وراكي واضحة للجميع يعني فاللي حصل يا سيتي أن إحنا مرجحت مصر بقى طلع قرار السادات بدأت الحرب بقى لأن أنا دخلت على تنظيم طليعي مدني بيحضر نفسه لتولي القيادة فلما جيب تاني يوم توقيع القرار لقيت نص وكلاء الوزراء في مصر يقعدين تحت في فندق شيبرد أنا كنت نازل في شيبرد كان لوسا فتحينه جايين يتعرفوا بي أو الإشاعة أن أنا بقى رئيس وزراء ومش كلام من إياه الفارغ ده النتيجة أنه بدأت الحرب علي بدأت إزاي بقى أنا كنت واخد جزيرة صغيرة بوضع اليد في حلوان بصلحها كانت طرحة نهر لوحدها كده وعامل فيها مزرعة صغيرة فجأت أنهم اكتشفوا وأننا زارع فيها أفيون أنا بكلم حديب جاد وقوة نزلت وحدوتها طبعا إحنا وقفنا أنا جيت روحت وقتها لنبو إسماعيل الله يرحمه وبيقول لي إحكاية الأفيون قلت له والله أنا غاوي أفيون مصري وباجي بالطالة الخاصة اللي معايا دي لغاية مصر عشان أخد الأفيون اللي أنا غوي أفيون مصري أه ما نحقول لحدك التفاهت الاتهام بعتوني شوي أحيانا يا جماعة تفاهت الاتهام الواحد ما قدرش يقول قدامها غير حسبي الله ونعم الوكيل طبعا اتقوا الله طبعا فكانت النتيجة حضرتك إن بدأت القصة من هنا لما جي كلفني بإن أنا أساعد الفريق الشازلي بعتلي وطبعا أنا روحت له قلت له إيه الأفيون المصري أنا طبعا حضرتك دحكت لأن بالليل تاني يوم الرئيس السادات بعتلي رسالة وطبعا شال الوزير اللي هو كان سبب الإشاعة دي ويظهر إنه شدهم جامد النتيجة الموضوع الحمد لله ما فيش حك إحنا طبعا محامين مصر كلهم جوهم وقفوا معنا علشان يدفوا عن القضية يعني تهم الواحد يلبسها في أي لحظة مفيش آه الخطوة اللي بعدها دخلنا فيه موضوع السلاح التوريد السلاح للعبور أنا فجئت بالفريش شازلي بعتلي فدخلت عنده أنا مش عارف وما عايزين مني إيه فقعدت وأنا جايبت جايبت طيارة من تنزانيا فنعم قال لي إحنا عايزين اكتجيب لنا تلات حاجات سلاح فأنا تخضيت قلت له أنا عمري في حياتي ملقى الرابط للسلاح ولا فهم في السلاح ولا أي حاجة وشمعنا فراح ماسك ملف قال لي ده ملفك في المخابرات عندنا وكان صفحة بيضة كده مكتوب من فوق قال لي وطني يحب بلده والرئيس سادات قال إسرائيل مش هتفكر فيك لأنك تلوقتي بتسافر فشرت عليه تلات شروط قلت له الأولاني تعليمات تتيجي من الرئيس مباشرة مش من حد تاني اتنين دوري يقتصر على مجرد أن أنا وصلكم بالطرف اللي هيورد المصنع اللي أنتم عايزينه تلاتة لا علاقة لي بالجانب المالي إطلاقا تم هذا وانتهت بشكر رئيس سادات لي واطلحت اللي كانوا طلبين هذه الأسلحة كانت كلها عاجت مطلوبة للعبور والحمد لله ربنا وفقني في الحاجات التلاتة الرئيسية إن أنا على الأقل عملت المطلوب مني بقى الأمر سر إلى أن تدخل الله يرحمه يحسن لي ويغفر له فجأنا في انتخابات تسعين منزل منشور إن أنا تاج السلاح وتاج المخدرات وإن إحنا عندنا كان فعلا شركة اسمها جيو سيرفي الشركة في 11 طيارة من الطيارات اللي أنت مع الدكتور محمود عمارة كنت بتكلموا فيها اللي الطيارة بتطير عشان تلسم الأرض واتعمل القياسات وفيهم طيارة واحدة مش طيارات خاصة بقى أعمال لها تروح من فريس للندن لا لا في طيارة واحدة اجزيكيتف جيت الشالنجر دين كنا بنستعملها للشركة وإبارة المكتب طاير يعني بيطلع معنا فيها المحامين والسكرتاريا وطايرين في الجو بنشتغل فنزلوا الإشاعة دي فربنا كرمني أنا رفضت رد وآخر يوم في الانتخابات رحنا في عشان ما فيش علم بمدى يعني إيه شركة عبرة القرارات أو شركة عالمية وإمكانياتها ونظامها واللي بتشتغل في البزنس داي بقى حيرسموا الخريطة زي من غير الطيارة دي تمام تمام هو الحية إنما مش طيارات رفاهية كان الهدف الإساءلية وطبعا أنا ما يعني ارتقيت إن مش نور يا رد فاللي حصل إن في آخر يوم في الحملة الانتخابية رحنا مؤتمر الفيلم متصور على الموقع بتاعي وولد صغير كده لطيف اسمه محمد قرأ قرآن وقعد على حجرة ابوه هو مبسوط قوي فأنا كنت مرهق وتعبان فنادهت يا محمد جي قعد جنبي على الترابيزة حطيت الميكروفون بيننا وقالت له يا محمد طلع بقى إشاع إن أنا زوجتي زوجتي أجنبية الله وأمي أجنبية وبالتالي يعني يعني يحضرك مجموعة حاجات كده غريبة فأنا محمد الصغير ده قلت له أنت يا محمد مبسوط إنك نسقفت لك وقارت لك كأني مبسوطة بالكلام بتاعك القرآن فقال آه قلت له عايز تبقى بكرة عدم الشعب قال لي آه قلت له طيب إلا بالمناسبة الشرقية احتلتها إسرائيل قال لي لأ ليه قلت له الحمد لله أمي اسمها فريدة محمد إبراهيم حلمي أم الشرقية فالناس كلها سقفت فيهم أنا أنا رد على طيب وبالمناسبة الروضة كمان احتلتها إسرائيل قال لي لأ قلت له آه قلت له دي زوجتي من هناك وهي فلانة 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 الله طيب الحاجة الثالثة قلت له بالمناسبة للولد سونا أنا عامل كأني بدردش معا أنا أنا تهزقتهم برضو أنا أنا يا ابني يعني تجرت في السلاح فالناس كلها زعلت إزاي وسكتم قلت لهم أنا أحكي لكم القصة أنا دوري كذا 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 الناس سقفت ونزلناها في الجورنال نرد بها على الكلام الفارغ ده يعني كتب حرب شارس آه لا حضرتك اللي أشرس من كده محاولات الاغتيال اغتيال آه ما ليه محاولات اغتيال أخويا محمد كامل تعمل عدت محاولات عليه واتهم بأنه هو وزبلائه عايزين يقليبوا نظام الحكم وراح وقفوا في المحكمة في شبين الكوم وكانت الدنيا مقلوبة يعني كل ده يعني يلفوا لناس تهم واغتيالات وإساءة للسمع كل ده علشان يوصلوا يفضلوا قاعدين مسكين في كرسيهم لا إله إله ما هو اللي حضرتك وللأسف الشديد قعدوا كامسنا في المحاولات الأسف الشديد آه أنا الشيء يعني هقولك أفضع من كده إحنا جي أنا لما جيت بدأت أتابع عملي في مصر هنا عن قرب لقيت المية في الحنفيات ما تتشربش وعندي جابولي بنت صغيرة عندها 9 سنين عندها سرطان فعملنا محطة مية محطة بتطلع مية نظيفة إيه رأي حضرتك المحطة دي شتالت 17 سنة من غير تلخيص رفض دون تلخيص وطلعنا إن إحنا والمحطة اتعملت كل ما يجوا يحاولوا يقفلوها أمن الدولة يقول لهم لا الناس تعمل زيطة ووقفنا المحطة دي شتالت على نفقتنا والحمد لله فضل ربي علي والناس شربت منها مية نظيفة حضرتك عملنا مصانع ملابس جاهزة دربنا 2001 على العمل ملابس جاهزة كلفة التدريب كدفوها 14 مليون جنيه المصنع اشتغل وبدأنا نصدر نفاجأ ثلاث بنوك يروحوا وقفين مرة واحدة البضاعة في الجمالك رفضين يطلعوها المصنع وقف حطوها كدين ونفاجأ بأن المصنع محطوط في التفريس على مية ألف ضعب جنيه لازلت بحاول أخلص المصنع بعد 14 سنة في المحاكم عشان أخلص مصنعي من التصفية اللي هو فيها اللي ليس لها وك حق جميع مشاريعنا أي حاجة أنا بحط إيدي فيها فبطلت قلت بغا ما عنديش إلا ربي كتاب الله كتاب الله فربنا كرمني بالشفرات هذه الخلفية وربنا هيكرمك أكتر وأكتر وربنا كرمنا بالثورة الحمد لله اللهم لا كرح أنا والله بقول لي الأولاد مبارح شباب كانوا معايا بقولهم أنا كت أنا عدت كتبت موضوع النيل في كتاب سميته نهضة مصر من الفناء إلى الرخاء وقلت على أل أنا لو ربي استدعاني لأنه وقت قرب على أل الأولاد الصغيرين سيجدوا هذا الكتاب وبجري بكل ما أستطيع أن أنا المية واربعة كتاب بتلتيب التنزيل والتلتيب الحالي نفسي أروح أقبل ربي وأنا ممن علم تفسيرها الله وأقدر أقول للناس ده المصار اللي جاي لأن حضرتك تخيالي لحظة لو إحنا كل الدول الإسلامية اتبعنا نفس المبادئ في كتاب دستور دولة حديثة مدنية لكن قواعد التعاملات فيها هي واضحة لا تتعارض مع الشهاد الإسلامية وتبقى سليمة إحنا عايزنا نحسن من كده إيه وأنا بقول للناس اللي هي بتتصارع على القضية يعني أنا بزعى لقوي لما بصي ألاقي واحد يطلع يتكلم فيه تطبيق الشهاد الإسلامية وهو مش فاهم القضية أنا قضيتي أهم حاجة في بناء الدولة الحديثة إن أنا أحط نظام لبنك مركزي إسلامي وأستعمل نقط يكون وراه ثمانية الذهب زي زمان مش صادر قصاد سندات تحمل فوائد ربوية طيب قولوني هتعمل كأنز ماد المجتمع إن أنا كل لحظة ناس بيبيع وتشتري فمقدرش لازم أتدور على الحلول الحقيقية هو ده التطبيق المعاصر للشريعة الإسلامية ما هوش التطبيق إن أنا أعمل أمر المعروف إنه المنكر والأي كلام من اللي هما بيدعوه ده حدثك أنا بشكرك على هذه الحلقة الرائعة والحقيقة طبعا إحنا لنا وعد 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 يا فندم وعد بس وعد وعد أهو الحلقة القادمة هنتكلم على المشاريع وتنمية مصر الفكر النهضوي اللي حضرتك تراه علينا وآخر سؤال فآخر ثانية لأنه هما حين انضممت الحزب الوطني ونجحت في مجلس الشعب عملوا ضدك يعني حملة شارسة وحصل رفع حصانة ويعني اتهموك بإنك بتسعى لرئاسة الجمهورية أياميها ده الحقيقة أنا مكنتش بسدق القصة دي يعني أنا كنت حامل حدثة دكتور هالة في جينيف لأن صديقي الله يرحم مسابعنا عند الله الدكتور رحمة سلامة جه وروحنا لتقبله فقال لي وزع السفير وقال لي يلا نروح نتعش في لزان فأنا سأي العربية وهو قاعد جنبي فبيقول لي صحبك ضربك اسفين فأنا سأي اسفينته كتير فقال لي ده أبلغ الرئيس أنك أنت بتسعى أنك أنت تكون رئيس جمهوري أنا كنت هخبط في العربية اللي قداني ولكنت قلت له يا دكتور أحمد أنا لا أطلع من بيتي ولا بعمل اتصالات بس هو فيها إيه لما هيكتسع أنك تكون رئيس جمهوري يعني هي دي فكرة مخيفة يعني هو كان خلاص هو بقى حضرتك القضية القضية مش يعني أنا أنا أقول لك حضرتك حاجة أنا عدت خمس سنين في مجلس شعب إيه رأي حضرتك أن أنا كنت ما بنامشي بالليل من المسؤولية لأنه أي واحد عندي في الدائرة بتاعتي بقيت مسؤولة وعندي ناس مريضة عايزين عمليات في ناس مش عارفة تعيش مش عارفة تأكل حضرتك الفقر اللي انت عفا مية متتشربش بيبقى الواحد ده أنا ده أنا بطلت أروح أكل في مطاعم في جينيف فواحد بيقول لي قلت له مكسوف من نفسي لما ابتقي الفطورة دلوقتي في المطعم أبص فيها وقول دي تقدر تعمل خير دي ايه في المنطقة هناك فالعملية اللي واحد ياخد مسئلها زيادة أنا مش عايز المناصب ده أنا عايزة ما ترشحش نفسك برئيس جمهورنا لا لا حقيقي أقول لحديك ليه لأنه أنا مش عايز المناصب ولا كراسي ده حقيقي أنا زهدها يعني أنا كان نخش الانتخابات أنجح أبص في نفس اللحظة وقفين يعلنوا حد تاني فأنا أنا كفاية علي كفاية ده اختبار ده ده هدية ربي لي هدية ربك ولنا جميعا يا رب يا رب أستاذي الفاضل دكتور إبراهيم كامل أنا بشكرك يعني شكرك كبير على هذه الأمسية الرائعة والحقيقة الحديث يعني لانا مل ولا نكل فعايزين إن شاء الله بإذن الله وإحنا اتفقنا اتفقنا حضرتك هتبقى معنا إن شاء الله متابعات كثيرة شكرا يغنم ونرجع لكم بعد شوية مع ضيف آخر من أعمدة مصر الاقتصادية شعورك ايه بعد سقوط النظام حاسس بفوضة ولا حاسس بانتظام شعورك ايه ايه بعد سقوط النظام حاسس بفوضة ولا حاسس بانتظام نرد خلاص الحرية والعدالة الاجتماعية ولا لك طلبت وعايزها لسا مستخبية عايزك تقول بصراحة هاجبت كم في المية والا الحقيقة وعلا الحقيقة انك عايز كصول تقوية بالصدق والأمانة وإحساس المسئولية الصورة الجميلة لكن مش تمثلية جزء تالي وثالث وانهاية مش منطقية ساعتها رح تمل وتلعن أبو القضية العيم لو حرامي وعصابة مفتلية هدينا ارتحنا منهم وأجلنا تجيئة لكن المفنة انت لعند فيك وفيك موسيقى 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 ما هي دي طريقتنا في ممارسة ديمقراطية بنضيع حقوقنا لجهل وفوضوية زي في البلدنا تغرق في محاكمات علنية ومزهرة واعتصامات ومطالب في قوية وما نسخة أكبر نعمل مليونية الفل بقامي التحرير وعباسية أمال من الشريف في كل الدولة دية كل عايش لنوم القيادة والقيادية والمرشح المحتام اليكار رئيس قمورية طرطة ومتتقسم قدت معينك وعناية اصحى قبل منفو على أمال استعمارية يسعدني وشرفني الليلة أن يكون معي أيضا من أعمدة مصر الاقتصادية رجل الأعمال واقتصادي أثبت أن النجاح لا يأتي صدفة بدأ صغيرا حتى وصل إلى قمة الهرم الاقتصادي في مصر تتوزع نشاطاته ما بين البزنس والعمل الأهلي وتتركز استثماراته في عدة قطاعات من بينها الطاقة والبنية التحتية والأغذية ضيفنا الليلة هو أول مصري ينتخب نائبا لرئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة لذلك ليس غريبا أن نرسمه عضوا في العديد من المنظمات غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح وتعمل على تطوير مجالات تنمية الموارد البشرية والتعليم والبيئة وهذا إن دل فإنما يدل على أن الرجل يؤمن بأهمية العمل الأهلي بجانب العمل الاقتصادي الذي برع فيه وأن دور رجل الأعمال لا يجب أن يقتصر فقط على الربح وأن المجتمع له نصيب مما وصل إليه ضيفنا الليلة هو الاقتصادي الكبير ورجل الأعمال الشهير القدوة معتزل ألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية والرئيس التنفيذي موعة أمريكان أمريكان أوش كده كبين لأمريكا اللاتينية يعني يعني بتعمله إيه معي بالصبت ما هو وصلة لأمريكا اللاتينية وصلة لأمريكا اللاتينية أنا يعني برحب بساعدتك وسعيدة لأسباب كتيرة أن أنت تكون مجود معنا هقول لك عليها حالا بس أقدم ضيفتي تسمح لي هو طبعا ليدس فرست بس معلش بقى هي صاحبة ستوديو وصاحبة برنامج وزميلة وصديقة فعشان كده أنت بتشاركيني مع ضيفنا العزيز الأستاذة ضيفتنا الليلة محررة اقتصادية من طراز فريد تحولت خلال سنوات عملها في مجال البورصة والبنوك إلى خبيرة في مجالها لا تقل خبرة وكفاءة عن مصادرها الصحفية التي تتعامل معها تعلمت من لغة الأرقام التي لا تجذب ولا تتجمل تعلمت أن تكون واضحة ومباشرة لأقصى درجة تصل إلى هدفها من أقصر الطرق وتقدم في النهاية أراءا صحيحة لا تقبل الإسم على اتنين العجيب أن تعامل ضيفتي مع الأرقام الجافة على مدار سنوات طويلة لم يؤثر على موهبتها الأدبية وتفوقها في مجال القصة القصيرة معنا الليلة الأستاذة نجلاء ذكري مدير تحرير الأهرام ورئيس القسم الاقتصادي شكرك يا دكتورة أنا في عتاب الأستاذة أمال بكير أستاذتنا كبيرة يا سلام أستاذتنا كلنا أستاذة أمال شفت الحلقة اللي فاتت قالت لي لازم تشكري الدكتورة هال قلت لها الدكتورة هال غنية هي أصلا عن التعريف وعن الشكر لأنها إعلامية من طراز فريد وأنا بحييكي كمان يعني أحب أن أنا أحييكي من خلال البرنامج الله يخليكي والحقيقة أنا يعني مدام ذكرت أستاذتنا أمال بكير كل الأسد الكبار يعني وتعلمنا منهم الصحافة وتعلمنا منهم الكتابة وتعلمنا وهي حتى اليوم ما زالت تكتب ومتخصصة في النقد المسرحي كنت أتعلم منها أكثر أكثر شبابا من شباب الأهرام ما شاء الله عليها لسه أريالها أستاذتي مقال نقد وتروح وتشوف المسرحيات يعني ما شاء الله أستاذنا الفاضل أنا سعيدة لأسباب كتيرة أولا أننا عايزين يعني يعني نستفيد من خبرتك الاقتصادية وحضرتك كما يقولوا يعني من كبار رجال أعمال مش بس على المستوى المصري لكن العربي والعلامي واهتمامك بالعمل الوطني التطوعي والاهتمام بتنمية المجتمع ليس فقط أنه أنت مركز في مشاريعك وده اللي احنا بنشكوا منه يعني احنا النهاردة للأسف شايفين ناس وراء القطبان لأنه هم أخدوا من مصر ومدوش على عكس ذلك يعني أنا حب أقول أنه الحقيقة أنا عايزة أبص التفاؤل شوية في روحنا أنه في من أمثال الأستاذ معتازل ألفي رجال أعمال شرفاء هم اللي احنا بنلجأ لكم النهاردة وانتوا اللي صمدتوا اللي صمدتوا خلال السنين دي واللي قدتوا تساهموا في بناء البلد يعني نبتدي بقى الحكاية أسأل أنا الأول ولا أنت أنا عجل لا حضرتك طبعا حضرتك من من كبار رجال أعمال مصريين ولك شراكة مميزة مع استثمارات كثيرة منها المستثمرين كبار المستثمرين العرب كيف ترى مناخ الاستثمار في مصر بعد 25 يناير وما هو مستقبل الاستثمار والله دي قصة مهمة الحقيقة وأثيرت أكتر من مرة في الميديا وفي الصحافة ونسكير الكلمة عليها بعد الثورة العظيمة الحاصرة في 25 يناير والأمور اتغيرت خالص كل الناس تتكلم في السياسة والاقتصاد تتركنا على الجنب لكنه موضوع بيحصل أوتوماتيك والناس بتكبر والأعمال بتكبر لكن للأسف كل ما بنبحث موضوع الاقتصادي يقول لك لا خلينا نتكلم في السياسة بعض الرجال الأعمال الحقيقة برضو ما زلت لأن الاقتصاد سياسة وسياسة اقتصاد بس أنا بأعتقد أن الاقتصاد هو اللي بينامي المجتمع لأنه لو ما فيش اقتصاد وما فيش أعمال طب الخارجين الجامعة بتخرج مليون ومتين كل سنة يشتغلوا فين المواليد كل سنة 2 من 10 مليون يروحوا فين دول لازم الاقتصاد الاقتصاد أساسي ومهم لأقصى درجات لازم السياسة في العالم كله أي رئيس دولة بيروح أي بلد بياخد معه الرجال الأعمال عشان ينموا الأعمال هم تصدير أو سصمارة أو كده نحن رئيس الدولة اللي كان عندنا خد رجال مع الأعمال وخدوا بعضهم بقى مع بعضهم لا والله اللي حصل ده دول أقلية عشان بس عدتنا الأغلبية ناس كويسين جدا أغلبية رجال الأعمال ناس محترموا وبيشتغلوا ويجوز مش معروفين للعالم وللإعلام لكن معروفين يعني ناس بتشتغل شغل كويس وفيه جدين جدا في رجال الأعمال الأقلية اللي نحرف وده بيحصل يعني يعني ف لكن أنا ما جيت مع زملائنا من الخليج واشتغلنا في الكويت بالذات وأسرة الخرافة أكبر رجال أعمال في الكويت ومحترمين جدا 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 يعني لما تشتغل في مصر كانت كل الفلوس بتيجوا من بره على هنا وكان بيجيبوا ناس يستثمروا هنا في مصر عمرنا ما خادنا أرشي من مصر على أنا بره مع أنه جاءت فترة رجال أعمال مصريين أقلية طلعوا فلوس بره وحاجات مندي يعني فأرجع لنقطة الأساسية أنه هل هي المشكلة يا فندم أن في بعض رجال أعمال بيكسابوا من مصر وبيطلعوا الفلوس بره مصر هي دي المشكلة طبعا طبعا لا الحقيقة فاللي حصل كده ملا يعني هي هنجل هنجل فرجال الأعمال بعد الثورة في الاقتصاد النهاردة مهم جدا وتكلمنا فيه وحصل كلام مع الأخوة في المجلس العسكري على أساس أنه رجال الأعمال الجدين الشرفاء هيهربوا من كتر ما حدش بيسمع لهم ولا بيلهم حتى يتكلموا فيها وطبعا سابقا ويمكن الإعلام بسوأ صورة رجل الأعمال دايما على طول رجل الأعمال ده رجل حرامي ورجل مرتشي ورجل بيشتري الناس وكل الكلام ده ودي يعني أقلية مش الإعلام ولا يعني برضو هي الحقيقة لماذا ثبتت في الأذهان أنه الإعلام أو الفن أو السينما بتظهر رجل الأعمال أنه رجل بيلعب بالفلوس وبيشيء استخدامها والحريم يعني صورة كده غريبة يعني هل إحنا مسؤولين إحنا طبعا إحنا مسؤولين لأننا أقول لحضرتك على حاجة هي لو تلاحظ لو تلاحظ رجل يلو قرشين من هنا يا الله ده على فكرة يبدل الطبقات الأقل هي اللي بتعمل كده أكتر يعني مش يعني دي مرتبطة بالثقافة أكتر منها بالفلوس مش مرتبطة بالسروة شوفي السروة حاجة لما بتكون مع ثقافة مرتفعة وكده ما بيبقاش فيه التعددية دي لكن السروة مع ثقافة ضعيفة بيبقى فيه النزع للتعددية مش هنقش هكتماعي لا هنقش موضوع موضوع موسيق نعمل عليه حلقة لكن مسؤولية الإعلامية مسؤولية الإعلامية ابتدت إمتى بالضبط؟ يعني بعد الثور بعد ثورة 52 يعني ابتدت النزع إلى إظهار رجال الأعمال لأن طبعا كان الرئيس جمال عبد الناصر عنده مشروع الاجتماعي المشروع الاجتماعي دوت ما كانش كان من الصعب الرجال الأعمال أن هم يشاركوا معه فيه فأصبح من الضرورة أن الدولة هي اللي تقوم بمسألة هذا المشروع الاجتماعي فركن الرجال الأعمال على جنب أو أن هم نفسهم صفوا أعمالهم أو اتأمموا وسفروا بره فابتدت المسلسلات والأفلام والميديا وتظهر رجل الأعمال أنه غير وطني أو أنه بالصورة اللي احنا شايفينها حتى هذه اللحظة واستمرت للأسف هذه السياسة بالرغم من أن يعني دور رجال الأعمال في المجتمع في منتهى الأهمية والخطور هم اللي أقاموا الحضارة الغربية اللي احنا شايفينها دلوقتي بس حين تحولت الوزارة إلى رجال أعمال عملوا بالسياسة استغلوا المنصب حاليا أحيب تقول قلة يعني لكن اللي اشتغلوا بالسياسة واللي داخلوا في الحزب الوطني واللي خدوا امتيازات هم اللي قدوا بينا لدالي أنا عايز أسأل عايز أسأل معتز بيه بقى في الحتة دي ليه؟ فدأ لأنه هو له رؤية قديمة في موضوع اشتغال رجال الأعمال بالسياسة يعني حادثك في أكتر من حوار وحادثك أنا عارفة أنك مقلة تماما ما بتظهرش في أي حوارات نهاردة ليلة يا جميل أنا بشكرك يا دكتورة أنك أشركتيني في هذا الحوار يعني اشتغال رجال الأعمال بالسياسة حادثك طول عمرك عندك وجهة نظر في هذا الموضوع فإيه هي الشروط يعني هل هي على إطلاقها كده ما يشتغلوش في السياسة ما يدخلوش في الحكم يعني في الوزراء كوزراء وكرؤساء وزارات شوف في دول بيشتغلوا رجال الأعمال في السياسة بس في قوانين تحمي المجتمع من تصرفات هؤلاء الوزراء والمسؤولين أيوة يعني لبنان رئيس الوزراء نهاردة من أكبر رجال الأعمال وكذلك برلسكوني في إيطاليا وأمريكا بس برلسكوني ومازال عنده قضايا سيئة جدا ومشاكل كتيرة جدا وخصوصا النساء الإيطاليات يعني كانوا ثورة على برلسكوني اتفدل يا فان في قوانين تحمي بس إحنا في بلدنا أنا أعتقد رجل الأعمال لا يجوز أن يشتغل في السياسة يقوم ما يشتغل الأعمال يشتغل السياسة لكن يبقى عنده أعمال ويشتغل في السياسة لها مشكلة تانية إحنا شككين كمجتمع حتى لو كان نضيف زي الفل وما بيعملش أي غلط وماشي على الصراط المستقيم هيقولوا إده قريبه وإده أخت وإده ابن عمه وإده صاحبه يعني إحنا شككين كمجتمع معرفش الشك بتاعنا ده هيستمر لحد إمتى بس هو وصل لدرجة يعني اسمحي لي يا نبيا وصل لدرجة يعني فظيعة إنه واحد مثلا زي أحمد عز يبقى محتكر الحديد وهو اللي بيقرر في مجلس الشعب قوانون الاحتكاب في لجنة السياسات صح فده يعني في حد ذاته أكبر نموذج لكيف يمكن أن يفسد رجل الأعمال السياسة والاقتصاد أنا ليه وجهت نظر أنا مش شايفة أني لعيب عند أحمد عز يا سلام الذي سمح لي أحمد عز هو لو كان أحمد عز طلع ولقى فيه النظام معين لكن لما يكون أحد بيقولك تعالى شيل وساعد معايا أو يعمل معايا أو إلى آخره أنت اديتي جزء من السلطة لشخص مش المفروض أنه يبقى يعني يعني يبقى فيه هنا ده 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 فيه نظم مقوانين أخلاقيات مش بس مضم مقوانين يعني أي إنسان عنده عجوز من الضمير قد كده لو أنا اللي ما أخد قانون الاحتكار ما عملوش عشان أطبقه على نفسي وأكثر منه يعني بس فيه حضرتك قدم أحمد عز عمل وقف أصده رشيد واختلف معاه أي وتعبوا جدا أي وبعدين رشيد يطلع عليه أحكام أنه إدى عز وأربعة شركات مصانع حديد ورخص بدون بدون رسوم طيب ده رشيد ده يعني إدى رخص يروح يقولوله عليك مليار و تلتمية و تلاتين سنة حبس يعني كمان ده رشيد من أنضف رجال الأعمال واشتغل مظبوط في الحكومة ولم يدخل الحزب الوطني ولم يدخل مجلس الشعب وطلب منه يخش مجلس الشعب ورافق وقال لك لا أنا هخدم البلد وبعد ما أخدم البلد أنا هطلع من الحكومة وقت ما أطلع من الحكومة فجاءت الظروف واللي حكم عليها الرئيس السابق هو اللي أبدأ بزرق مش الثورة مش الثورة فواحد زي ده وصاد أحمد عز يعني يعني هو سيد رشيد محمد رشيد يعني كان معروف من رجال الأعمال المحترمين في مصر واللي كان ليهم باع طويل في تطوير الاقتصاد في مصر لكن ربما إن لم يكن شارك عن قصد لكنها وجد في هذه البيئة التي كانت موبوئة وذلك أثر عليه يعني ربما لم يكن هو في حد ذاته فسد لكن الفساد اللي حواليه انعكس زي ما تعكسي سورة المراية انعكس عليه فظلم في هذا الموضوع صح يعني يعني طبعا إحنا لازم نقول إن فيه ناس مظلومة وناس مجرب أيوة يعني ما نقدرش إننا ناخدهم كلهم في سلة واحدة إحنا 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 ما بحبش أتكلم في الموضوعات دي لسبب إن القضاء هو اللي بيحكم وبيفصل عشان أنا مش دوري إني أوجه الرأي العام في قضايا يعني تحت القانون بيدرسها ولازم يبقى فيها أحكام عمياء بمعنى عمياء عن العواطفة ما تبقاش موجهة بضغوط من الرأي العام وإلا هتبقى ظالمة فعشان كده أنا ثقة يكون لها في القضاء في إن البريء ستظهر برأته والمدان سيعاقب وبالتالي إحنا كمجتمع المفروض إن إحنا الفترة اللي جاية ننشغل بنفسنا وبمستقبلنا بس تعبيري الأحكام العمياء ده أنا عايزة نتوقف عنده شوي فضل لا إنتي اللي تشرح لا أحكام عمياء عن التأثر بالمجتمع بالرأي العام بالإعلام بالميديا حتى الدفاع بأي حق بأقوال النيابة يعني القاضي هنا بيجرد عن كل شيء بيبقى صلته بالله وحده سبحانه وتعالى علشان يبقى حكمه حكم نابع من ضمير العدالة ونطمئن كمجتمع إن إحنا في قيد أمين وإلا نبقى كلنا غابة يعني يبقى أي حكم يطلع لمجرد إرضاء الثورة أو إرضاء يعني نطلع أحكام مسهلة يعني مش مجرمة لجرائم كبيرة يبقى برضو أنا أضريت بحق المجتمع وده هي دي اللي أنا أقصد عليه إن إحنا ننشغل شوية بقى بنفسنا يعني ننشغل بقى نفسنا يعني السؤال إنه لازم نسأله لساعدتك إن الاقتصاد يحتاج كم سنة عشان يخرج من الأزمة والله يعتمد أولا بإفتراض إن إحنا عودة الأمن إذا رجع الأمن بكرة ففي أمل كبير لأمور تتصلح لكن إحنا شوفنا بلاد كتير مرت بظروف زينا وبتاخد سنين سنين زي إندونيسيا مثلا بعد ثورة صهرت وقعد الثمان سنين وتغير ثلاثة رؤساء دولة يعني ف كم سنة يا فاند؟ يعني أنا أعتقد ما عرفش كم سنة ملاش أرقام طبعا لكن تمانية يمكن سبع سنين بس لا بس يعني في خلال بسل سنتين تلاتة مش هيحصل صعب إلا أن الأمور ترجع زي ما كانت لأنه فيه الرجال الأعمال مشيو وفيه ناس مترددين في الاستثمار وإحنا علشان نحافظ على نمو البلد لازم يجلنا استثمارات أجنبية عشرين مليار دولار كل سنة عشان بس نحافظ على الموجود على الموليد الجداد وعلى المجتمع المصري طب الوقتي كان بيجلنا أربعة عشر قبل سنة ألفين وعشرة أو ألفين وتسعة ظن الوقتي الاسمار الأجنبي تلاتة مليار ولا حاك نحن تجلنا عشرين مليار كل سنة عشان نشغل المليون ومثين ألف خارجة في الجامعة عشان تدي كده لازم يكون أمن وأمان وفيه سياسة وبيتباح حقيقة الدكتور الجنزوري ربنا قوي أنه يعمل تعاون جامد مع المستثمرين الأجانب ويسهل لهم أمور كتير وأعتقد الدكتور الجنزوري قام بعمل جميل أيام ما كان رئيس حكومة ونمى الاقتصاد ونمى حاجات كتيرة فإحنا نتمنى أنه يستمر بس طبعا كل شوية إضربات وبشاكل مستمرة والأمن مستتب وحتى أمن مظبوط وحتى الأمن مش مظبوط أنا عايز أقول لحضرتك الحقيقة أنا متفائلة جدا بوزير الداخلية وإحنا كلنا كلنا اللي هو محمد إبراهيم بصراحة في أسابيع قليلة قدرنا نحس بيد الأمن في الشرع المصري يعني عمل نقلة في أسابيع قليلة جدا النهاردة كان فيه خبر أنه التقى السيد وزير الداخلية محمد إبراهيم بالسيد إلهام الزياد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وده خبر مهم جدا لأنه ده يخص السياحة السياحة ما بيجوش ماشر خايفين من الفلاة الأمنة وقالوا أنه زي حيبقى فيه تعاون بين الأمن وقطاع السياحة بهدف الارتقاء بمعدلات الحركة السياحية الوافدة للبلاد ورؤية السادة أعضاء مجلس إدارة الحاد مصري للغرف السياحية لأطر التعاون المشترك أمنياً وسياحياً خلال الفترة المقبلة لتحقيق نهضة سياحية في مصر وطبعاً إحنا عارفين أن السياحة تعد رافضاً أساسي من الدخل القومي أيضاً أضاف السيد محمد إبراهيم أن كافة أجهزة الشرطة تبدل قصار الجهود لتأمين كافة المواقع السياحية والسائحين لتحقيق النهضة السياحية طبعاً ده يعني كل يوم بينزل الشارع يا وزير الداخلية بينزل الشارع يوقف بنفسه النهاردة مثلاً فيه خبر جميل قوي عجبني أنه فيه أربعة حاولوا يخطفوا بنت كاتماشي على كونيش في المعادي فالداخلية عملت إذاعة في الراديو أنه العربية لونها أبيض كان فيها أربع رجال مواصفاتهم كذا خطفوا بنت كذا اللي شاف العربية دي قول لنا فوراً فاكرين الفيلم بتاع الدواء فيه ثوم قاتل فيعني أن الداخلية بتلجأ لكل الطرق وأنا اللي همني في الموضوع ده أن شخص يعني عملوا كل المجهود ده علشان فيه بنت مختوفة فالحقيقة أنا شايف أنه الأمن لو عندنا ناس زي اللوة محمد إبراهيم الحكاية حتتحرك بسرعة لا فيه تغيير جوهاري في الأمن الحقيقة ونتمنى أنه يستمر لأنه الأمن بيعني إيه بالنسبة لرجل أعمالي فانم يعني يعني يمتيق لي الأمن بيطمينه على كل حاجة بيعملها هو رجل أعمال ده هو إيه هو رجل بيحط كل ما يملك في مشروعات ويوسع الأعمال وبيعين موظفين أنا بكرة أميجوا الموظفين يعملوا قدرات وبعدين تقعد بعد شوية تقعد تتكلم معهم على الإضراب ويعايزين زيادة وبعد شهرين تراتي يقول لك عايزين زيادة كمان ومفيش أمن ما هدش وبعدين يروح يقفلوا مصنع إحنا عندنا أحد الشركات رح العمال أفلوا على الرئيس الشركة والعضو المنتدب وممنوع تطلع إلا وتزودوننا مهياتنا حاجات من النوع ده حصلت كان بيجي كوات المسلحة وتيجي تهدي الوضع لكن مش سهلة عملية مستمرة مستمرة فاللي بيخاف زي أي حاجة يخاف عشان يهدأ لازم يخد وقت ويشوف الأمور المستقرة مدة طويلة عشان يجي تاني ومش بيخاف يمشي فيقوم شاف أحمد إبراهيم موجود بعمل شهر الكويس يروح جاي تاني مستثمر لا المستثمر مش كده المستثمر بيخد وقت عشان يقرر يعمل إيه وبعدين لما يسمع إضربات ويسمع مشاكل وكل واحد يقول له مشكلة حطين فلوسف على جنب يستمعين الظروف دي على فكرة المواطن العادي برضو بالنسبة للسوق الاقتصادي بيحس بالأمن بمعنى أنه فكرة حياتك أول الثورة ما حصلت مش حصل اختفاء في السلع اللي حصل كان اعتداءات مستمرة على النقلات بتاعة اللي بتشحن بتجيب نواني الأغذية والسلع الغذائية والزراعات المختلفة فحسنا بيها إحنا هنا في القاهرة وفي كل المحافظات ما فيش حاجة في في محلة التجزئة يعني فالناس تتضرر لقمة العيش ما تلاقيش لقمة العيش اللي الناس عادة تصحى الصبح تجيب العيش وتنزل تجيب الطلبات ما فيش لأن ما فيش أمن ما فيش نقل النقل بيعتاد عليه وبتتسرق الحمولات دي فده طبعا استقرار الأوضاع حاليا ده معناها استقرار مجتمع ككل الحقيقة احنا أملنا كبير جدا في وزارة الداخلية وخصوصا أنه وزير الداخلية قال أنا مهمتي أني أحمي الشعب حماية المواطنين السعر على أمنهم لكن مش مهمتي أن أنا عاد أفض في اعتصامه نرجع لسعادة الأستاذ ماتازل ألفي كان فيه مشروع قانون عام 2006 بما أنها جابت سيرة الأحكام العمياء ففكرتنا بالإدارة العمياء صحيح الأحكام العمياء وعرفناها من نجلة لكن مشروع اللي هو الإدارة العمياء تم تعطيله هل حضرتك متصور لو كان صدر هذا المشروع هل كان سيمنع المصير الحالي لبعض الوزراء السابقين؟ كان هو ده مشروع قانون بيقول الوزير بعد ده بيخش للوزارة تدرك رجل أعمال كل أملاك وتروح في جهة ما وهو ما يعرفش عنها ويهدرها أيوة ده بيكامل في العالم آه العالم موجود الكلام ده يعني الوزير عايز تبقى وزير خلي بقى كل أعمالك عند حد تاني هو مستقل خالص ومالكش دعوة بي ولا هو دعوة بي يعني ما يبقاش عندك شركات سياحة وتبقى وزير السياحة يقلع ودهدومه كمان عشان يبقى يتودع ويدخل على العملية يعني ما يبقاش عنده شركات سياحة يبقى وزير سياحة ما يبقاش عنده شركات بناء عقارات ويبقى وزير اسكان يعني تفضل فكان موجود القانون ده وتعمل ولكن ما مشيش حتى لو بيشي أنا عندي شك انه ينجح لانه برضه مش الرجال اللي عمال لما بقى وزراء ناس وحشين لا انه احنا مجتمع شكاك ومجتمع دايما يتهيأ له حاجات او بيحصل حاجات وفي وزراء بيعملوا اخطاء فأنا اعتقد القانون ده ينفع في بلاد فيها حوكمة ومستقرة وبقالها سنين مستقرة انا بقول رجل الاعمال ما يشتغلش في الحكومة ما يشتغلش في الوزارة مستشار للوزير وزير يجيب ويستشيره وكان الوزراء كان يجيب ورجال الاعمال يستشيروهم عايزين نعمل كده رأيوكو ايه يقولوا رأيوهم انه ما الوزير يعمل في مصلحة البلد فكان بيحصل كده كتير سابقا ويمكن حاليا كمان بيحصل فرجال الاعمال كانوا بيستشارو كويس تستشيرو عنده خبرة وعند تجربة لكن ما عندهوش السلطة انه يمضي ايه دي الاراضي الفورية لا 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 دي خطر جدا ده اللي غرقنا ده خطر بس هي نجلة يعني بتشجع كانت دخول رجال الاعمال في الحكومة مش كده هل ما زلت يا عميزة انا اتأثرت بمعتز بيبقى خلاص انا كنت بشجعهم لسبب انتي لو تفتكري يا دكتورة هالة الاوضاع الاقتصادية في مصر قبل بداية الاصلاح الاقتصادي قبل التسعينات الفكر الاشتراكي وان الدولة هي المسؤولة عن كل شيء حتى كانوا بيعملوا مشاريع الفول والطعمية للناس يعني الدولة مش دورها ده الدولة تدير وتراقب ولكن الاعمال والبزنس رجال الاعمال يقوموا بيها فبرة التجربة نكحة نهي برضو في دول جرتنا زي لبنان التجربة نكحة عندهم الفكرة زي ما قال معتز به ضرورة وضع قانون وقانون ينفذ بحسن مش يسيب الحاجة لأخته او أمه او أبوه يدرها لا او ابنه او بنته لا يعني بيبقى فعلا فصل فصل يعني فيه هيئة بتاخد كل الامول دي وهو ما يعرفش عنها حاجة خالص بحيث انه هو يتفرغ لإدارة العمل كوزير وبعد ما بيخلص بيروح يستلم أرباحه وشركاته وحاجته زي ما سبها فده مش ما كانش يعني ده كان نفسي يطبق في مصر لكن دور رجال الاعمال وان احنا نلاقي يعني فكر لبرالي كويس في الحكومة ده شيء مطلوب فلو لقينا ناس تكنقراط بيميلوا الى هذا الفكر ودخلوا في الحكومة طعاموها يعني تيقلي بس مع قانون الدرة العامية انه يروحوا شايلين منه كل حق شرط نوع طبعا احنا مش عايزين بقى زي احنا الافضل بس انت هاجمت رجل اعمال غمز من رموز انا هاجمت يعني لما بيبقى فيه وبهاجم على فكرة بأدب شديد جدا بس هو زي الاوي اوي طب يعني احكيلي قصة لا مش احكيلي لا لا اخلاس انا معرفاش انا بعرفش حاجة في القصة اخكيلي العرف لماذا هاجمت لا لا هو بصي حضرتك هذا الرمز انا ده صديق عزيز جدا ولكن الخلاف لا يفصل للوض قضايا وهو كان في احد البرامج التوكشو اتكلم عن بعض القوانين وكان عايز يشتري بنك او ياخد نسبة اغلبية في بنك وانا لقيت انه لأ التجربة فشلت في مصر لان احنا خسرنا كتير جدا من دخول رجال اعمال ان هما يتملكوا المصارف نكحت في لبنان على فكرة برضو عملنا عقدة لبنان لكن فشلت عندنا وحتى البنوك اللي كانت عائلية في لبنان اصبحت الوقت المساهمين العائلات بتاخد خمسة في المية عشر في المية بكتير صحيح خطورة شديدة جدا ان الرجل اعمال يبقى بيشتغل في البزنس وعنده بنك ويطلع الفلوس برا ويدخلها جوه وحاجات كده يعني صعب حتى رغم ان انا عارفة ان هذا الرجل من الناس النظيفة جدا والكويسة جدا ويعني انا بقدره جدا لكن هو زال من هذا النقط وقعدنا سجال كده مع بعض على الورق فكان يعني برضو الحمد لله الناس كتير اقتنعت بوجهة نظري طب يعني رجال اعمال كتير بما اننا عادين في استوديو وقناة والامير الواليد اسمه الامير الواليد من طلال اللي هو صاحب في قناة روتانا جروب وهو رجل اعمال ومع ذلك له في الاعلام يعني له الوقت نعتبر ان فيه روتانا جروب يعني من 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 اكبر او اذا ما كانش اكبر مؤسسة اعلامية عربية في الاعلام بشتى فروعه يعني الحقيقة انا اقول يعني شهادة لله قدامكم ويمكن انتم حاسين بكده اسمه الامير الواليد لا يتدخل ابدا في الاعلام المؤسسات الاعلامية التابعة عليه يعني هو يدينا المسئولية مسئولية الادارة مسئولية العمل ويحسبنا في الاخر على المشروع كمشروع اقتصادي لكنه لا يتدخل ابدا لكن ماذا عن رجال اعمال والرجال الاعلام الاعمال والاعلام اللي في مصر والله انت ذكرت السموه الامير الوليد الوليد كمان مساهم في شركات اعلام عالمية ايوة طبعا في امريكا وفي بلاد تانية فهو الاعلام جزء من استثماراته في المجال يعني وبيفيد الاعلام العربي بالعلاقاته بالاعلام العالمي طبعا وبيكبر النشاط ده فهو شخص نادر في استثماراته من زمان يعني كل حاجة بيعملها بتراب بيعمله ذهب ما شاء الله فربنا بنعزي انما رجال الاعمال بيشتغلوا في الاعلام انا اعرف انه فيه رجال اعمال يمتلكوا خنوات فضائق لكلهم دلوقت لكن ما شفتش ابدا تخوله بشخصه انه يعمل حاجة تغير حاجة هل هي نوع من الحماية فاندم يعني رجل الاعمال حاسس بالخطر وانه هو مهدد فبيعمله كده اشرت حماية انا بتهيأ لي ان ما يكون هو ما عنده قناة فضائية دي اقوى من الحصانة البرلمانية لزبط يعني فهل هي دين عفارم عليك كما يقولون لا شوفي ولا حضرتك حاجة يعني طب ما هو فيه ناس ما عندهمش قناة علمية نجح في عمل هيعمل هيعمل يا فاندم لا إذا كان بيعمل حاجات غلط وعاوز يغطيها بيوجوده في الإعلام فيقدر يعمل رعب لا هو مش بالضرور يا فاندم يكون بيعمل حاجات غلط هو زي ما قالت الأستاذة ناجلة هي اقوى من الحصانة البرلمانية في انه بيديله سلطة نوع من السلطة النفوذ للناس النفوذ وان فيه لا يقدر يوصل بيها للناس فبيتعملوا حساب من غير ما يعمل حاجة كده هو بيتعملوا حساب لاحسن في القناة يعملوا فينا كذا فيتعملوا حساب من الحكومة يتعملوا حساب من المؤسسات أنا عموم معتز به متهيق لي الزاهد ده في إعلام ولا عايز يزهر ولا عايز يعمل قنوات ولا عايز لا أنا احنا مشتغل المساهمين ولازم المساهمين نقبلنا منهم كمدرين لهذه الأعمال فكل وقتنا نقضيه لصالح المساهمين اللي معنا المساهمين معنا في شغلنا كل ما نبقى نتائجنا كويسة والمساهم يبقى مبسوط أنت النهار ده بتجيب مساهم تخش معك في مشروعات وبتجيب له نتائج كويسة طب أنت لما تضيع وقتك في الإعلام وفي الشركات الإعلامية وكده فده موضوع تاني خالص يعني الحقيقة في حالة التخويف الاقتصادي سؤال هنا مهم هل صناعة الإعلام تعبر عن الواقع الحقيقي أم أن الإعلام ممكن يساهم في تحسين مناخ المناخ الاقتصادي المناخ الاستثماري السياحة المسؤولية الاجتماعية في أن تطور الاقتصاد هل ممكن الإعلام ممكن يقوم بدور في ده؟ طبعا الإعلام سلطة كبيرة ولازم يعني يتكلم على مشروعات البلاد وعلى المستثمرين اللي نجحين في عمالهم ويدي أمثلة مختلفة لنجاح الأعمال فالإعلام مفيد جدا وبس هو الإعلام كمان عايز تنفيذ على الواقع يعني أي دولة أو أي حكومة تعمل شغل مظبوط لازم الإعلام يبرزه بطريقة معينة فيقوم يفهم الناس أنه آه والله ده مشروعات دي نجحة والناس دي نجحة في أعمالها ويشغلت ناس كتير أهم حاجة تشغيل الشباب وتشغيل الخارجين بمناسبة تشغيل الشباب حضرتك يعني من رواد الفرانشايز أدخلت الفرانشايز في مصر اللي هي إتاحة العلامة التجارية حضرتك تشرح للمشاهدين يعني ما معنى الفرانشايز والعلامة التجارية وحجم مشروعات الفرانشايز في مصر دي وإزاي تساهم في تشغيل الشباب ومحاربة البطالة أنا الظروف دي من 15 سنة أنا دخلت مجلس إدارة صندوق الاجتماعي وكان في مجلس إدارة صندوق الاجتماعي مشروعات كتيرة عاملينها صندوق وفشلة فشلة لأنه الشباب اللي خدوا الفلوس عشان نعملوا مشروعات ما قدروش ينجحوا في عملهم وفشلوا خدوا فلوس ومعرفوش يستددوا الصندوق فراح الصندوق حبس ناس كتير حتى وصل مرحلة كان معروف حاجة سجن الحضرة في اسكندرية ده كان كتير من الناس محبوسة فيه من 15 سنة فاخترحت على المجلس الإدارة طولهم عشان الشباب اللي بيقعد فلوس من الصندوق الاجتماعي ما يعرفش أنواع الأعمال إيه اللي قدر عملها فنجيب له ندخله فكر الفرانشايز الفرانشايز هو إيه هو خبرة عالمية مترقمة على السنين كتيرة بتجيبها مع شركة أجنبية تديك العلامة التجارية وانت تمشي يعني زي مول حدرك مثلا بتروحي من هنا الاسكندرية من غير طريق أسفلت نفس موصفات المنتج الأجنبي يعني الفرخة ومش عايز يجي نجيب سيرة فراخ كنتاكي لأن سمعتها بقى دلوقت شكور شوية تجيكي سرتها في السورة تشهرت ده دي تعتبر مش في حاجة اسمها الدعاية السلبية ورده أحنا دعاية قوية نمت المبيعات نمت المبيعات نمت المبيعات نمت المبيعات يعني كنتاكي دلوقت اللي ما كانش عارفها 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 طبع عن طريق الدعاية السلبية قلقته لما حصل وقال لك وسنديقك انتاكي تتوزع السورة ما قلقناش خلص بقى لقتولهم بقى لقتولهم بقى لقتولهم بقى لقتولهم بقى لقتولهم بقى لقتولهم دي قضية على طول يا حبيبتي لا 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 ما حدش يرى بيفهم الهزار دلوقتي لا هو مثلا حضرتك يجي يفتح محلة مصوراتي بيحمد أفلام لكن لما يجيب كوداك ويحط عليه كوداك مثلا ماركا برضو عالمية أو فوجي ماركا عالمية فييجي الناس تروح تتودي فيلماء عند كوداك بدا تتودي الفيلم عند معتز بتاع التحميض فالاسم العالمي مع المعدات مع الخبرة العالمية ده الاسم الفرانشايز ده اللي بنمي الإعلاقة ويخلي الناس تعرف تشتغل ازاي دي الميزة الكويسة لانه لو الناس مش عارفة تشتغل ازاي مش هتعرف تسدد الفلوس اللي بتاخدها من الصندوق الاجتماعي فدخلنا في جمعية الفرانشايز ده وقت عمرها 12 سنة ودلوقتي في مصر حوالي 450 فرانشايز وفي حوالي 90 ألف شخص بيشتغل في الفرانشايز نهارت بعد ما كانوا حاجات قليلة خالص اي وأنشأت بعد كده تدريب خطب بقى ازاي تدربوا الناس ان هم يقدموا المواصفات العالمية وازاي يشتغلوا في مناخ اداري مختلف وجديد مظبوط انا اقول هي سهلة جدا احنا الشركات يعني ده يعتبر اعادة تأهيل بالظبط تأهيل خرجين لسوق العمل هي عملية لمدة مئة يوم بيتأهل يبقى جهز لسوق العمل بس ايه الحكاية اقول حضرتك على الخلفية بتاعتها احنا في الاعمال عندنا بيجينا الموظفين درسين خريج كلية التجارة او كلية الحقوق او اي حاجة وبعدين هذا تليفون معلش ماشي ايو فبعدين حضرتك اه دي يجي احنا نشغله وبعد السنة يبدأ انتاج الموظف عشان لسه يتعلم اه يعني كأن انتو دخلتو معهد احنا دخلنا معهد بعد 13 شهر يشتغل وينتج معهد عملي معهد عملي وينتج على طول اه يتدرب يتدرب بقى يتدرب بقى المكان هذك عملتو مؤسسة ليد دي اللي هي مع البنك الدول عمل لمؤسسة ايو مش كان مع البنك الدول طب معلش احنا على الهوى كده الشباب يستفيدوا ازاي من مؤسسة ليد بالضبط ازاي يروحوا فين يدوروا على ايه عشان يلاقوا فرصة عمل او ياخدوا تدريب لا احنا بلنا التدريب انما فرصة العمل بنعمل لهم امبليمنت فرمي يعني معرض للتشغيل بنجيب الشركات وتتفرج على الخارجين يتكلموا مع الشركات لكن احنا بناهلهم كم واحد استفاتوا حتى زي الله في الفترة اللي فاتت حوالي مش فاكل رقم بس حوالي 90 ألف ولا حاجة كده 90 ألف ما شاء الله ما شاء الله سواء سنين ولا حاجة كده حضرتك بقى بما اننا بنتكلم كنت عايزاك يتكلمي في موضوع دور وكمان في الجامعة الامريكية هو أنا يعني أنا ببرتو يعني بفكر في اختيار حضرتك ويعني أول عربي انتخابك أول عربي إلى متى سيظل التعليم الجاية تحكر على الأغنياء فقط يعني ازاي نقدر نحسن التعليم بجد يعني أنا متهيقل ان قافة مصر الحقيقية وكل مشاكل البطالة والثقافة وكل والفوضى اللي احنا حسين بيها حتى في طريقة التعبير عن الرأي والرأي والآخر حتى في المشاركة السياسية يقولي ده بسبب التعليم فإلى متى سيظل الأغنياء هم اللي بيحتكروا التعليم الجاية وإزاي نحسن التعليم عندي والله زمان قوي ما كان التعليم كويس في كل حاجة يعني مش عايزة أغنياء المدارس كانت كويسة والمدرسين كانوا كويسين زمان وأهلنا يحكونا وإحنا نحضرهم ما كنا أقل برضو ما كنا عدد سوكنا أقل ما كناش ثمانين مليون من تلاتين سنة كنا أربعين نهاردة خمسة وتمانين كمان تلاتين سنة هيبقى مئة وستين مئة وسبعين عايزة حضرتك عشان تلاتين سنة تبني عدد المدارس الموجودة وعدد المستشفات الموجودة والنيل تاني زي النيل الموجود كل ده مع بعضه عشان تبقى زي ما هو النهاردة مش تبقى أحسن من النهاردة فانفجار السكاني ده مشكلة كبيرة لكن التعليم حضرتك يعتمد على تمويل محتاج تمويل طب التمويل من المستثمر وفيه مستثمرين في الداخل وفيه مستثمرين من الخارج بنعتمد عليهم في أنهم يصبوا رأس المال الأجنبي داخل مصر يعني في إطار الفزع والخوف والرعب اللي احنا في مناخ الاستثماري دلوقتي هل فعلا في حالات هروب من المستثمر العربي حضرتك طبعا مسؤول عن يعني أكبر مجموعة كويتية ولها استثمارات كبيرة في مصر هل المستثمرين العرب دلوقتي محجمون عن ضخ أموال في الاستثمار في مصر شوفي المجموعة اللي أنا معاها احنا بنبص على فرص في مصر مازلنا بنستثمر في مصر وبنشوف فرص لأننا عايشين جوا مصر وفيه فرص كتير أفا فيه فرص كتير لأنه فيه كتير من المصريين بيبيعوا شغلهم فيه فرص موجودة بس الأجانب الجديد عشان يواحد يخش عايز يستقرار استقرار وأمن وأمان واستقرار لمدة طويلة مش أقل من ثلاث سنين إلى أربع سنين يبقى مستقرر عشان يجي وإحنا محتاجينه مبارح مش ماشيينه بكرة يعني محتاجينه من استثمر الأجنبي مبارح مش بكرة يعني فعندنا عجز كبير في الاستثمرات الأجنبية يعني زي المسيحة مضروبة ساعدتك الاستثمراء الأجنبي مضروب الأعمال وقفة كتير من العمال وقفة شركات كتير مش كتير يعني بيقولوا ألف شركة في 6 أكتوبر متعطلة عن الشغل كان لسا عندي دلوقتي الدكتور إبراهيم كامل وكان بيكلمنا عن أنه عندهم مصنع بقالهم 14 سنة في قضايا وفي تفليصة المصنع على 100 ألف جنيه وبيقول المصنع هيقفل وعايز أنه يستمر يعني فيه رجال أعمال كتير بيعانوا من بعض القوانين ومن بعض التعقيدات ما كان فيه قانون الإفلاس قانون الإفلاس بالنسبة للشركات إزاي أن الشركة تيجي تعلن لما تعجز عن أن هي تستمر بتقول أنا خلاص أحط نفسي كزي شابتر 11 في القانون الأمريكي أنا هحط نفسي تحت الإفلاس فبيتوقف البنك عن احتساب ثوائد بيتوقف كل شيء ويبتدوا يشوفوا إزاي إما أنه هم ينهضوا الشركة دي تاني ويرجعوها للسابق ما كانت أو أنه هم يفلسوها بالفعل وتخرج بره للبيزنس وتتباع لكن أنا الحطة اللي أستاذ معتز اتكلم فيها خطيرة جدا اللي هي بتاعت ما بعد الثورة أن بعض الرجال الأعمال مشوا وأن بعض المصانع توقفت يعني إذا كنت أنا دلوقتي مش خايفة على الرجال الأعمال رجل الأعمال هيطلع عنده فلوس ويقدر يستثمر برة لكن العمال اللي في هذه المصانع ألا ينزر هذا بصور الجياع مقبلة لو استمر الوضع ده وخصوصا أنا شايفة يعني أن النسبة الأكبر من التشغيل وحضرتك تحضرني في الأرقام للقطاع الخاص يعني هو ده اللي بيستوعب العمل الأفضل ده سؤال مهم جدا طراحيته الأستاذ النجلاء ذكري أنه في إطار إغلاق المصانع وتشريد العمال وطبعا حالة الفقر اللي هي في مصر أقل من 40% أقل من حد الفقر هل نحن على مشارف ثور الجياع ناس كتير بتطرح السؤال ده في الشارع هنترحه على الاقتصادي الكبير الأستاذ المعتزل ألفي بعد الفاصل بنقول برضو لجميع السياحة السياح في العالم أن بلد مستقرة تفضلوا لمصر ومصر طول عمرها تبقى واحد الأمن والأمان وتعالوا على جميع المواقع السياحية اللي موجودة على مستوى الجمهورية مؤمنة وما فيش فيها أي حاجة والفترة الجاية إن شاء الله هتشهد ازدهار في مجال الأمن ولتحيير استقرار في مصر إن شاء الله المناطق الأسرية واخد اهتمام كامل من الأجهزة الجوارفية سواء كانت مدرية الأمن أو السياحة أو الأجهزة الأخرى مع الشراطية المعنية ولكن برضو في المناطق السياحية في المنطقة الجنوبية في الأقصر وأسوان وبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء برضو كميع القيادات في المواقع دي على طول في حالة مرور مستمر وتواجد شهرتي في المناطق دي كلها والحقيقة بقى لها مردود لأن الناس بدأت تحس لأن فيه أمنه الأمن طبعا إحساسي يعني مهما نعمل نجرات لازم أصل أن الناس كلها تحس بالأمن سألنا أستاذنا الكبير وطرحت سؤال أستاذنا جلاء ذكري عن تشريد العمال وشدة نسبة الفقر في المجتمع عدد كبير جدا ملايين تعيش تحت حد الفقر هل يمكن أن نرى في مصر ثورة جياع؟ هو طبعا الظروف اللي احنا فيها دي ناس كتير طلبوا زيادات في الراتب والأجور في المصانع فاضطروا المصانع أن يدفعوا بس في الآخر قال لك أنا مقدرش أخسر كمان أنا أجيب دين فلوس البنك مش بيدي والشركات مش بيدي وناس كتير مستلفة من البنوك مش قادرة تسدد يعني اللي عنده مشروع سياح واستلف من البنوك وما فيش سياح هيدفع ازاي؟ فبدأوا الناس فعلا توقف شغلها ناس كتير قفلين أنا بس مع سؤال أكتوبر دي مش عارف قدقيه رقم كبير من المصانع المقفولة في أكتوبر وناس كتير داخلهم قل كمان يعني لأنه الأعباء زادت عليهم مش قادرين يدفعوا سعر المنتج بتاحهم فصورة الجيعة دي ما معرفش بقى دي حاليا بدأ فيه بلتجية كتير فهل بلتجية دي حتة من جزء من صورة الجيعة يعني فيه بيقولك فيه مليون بلتجي وفيه بيقولك فيه 2 مليون بلتجي البلتجيية دول بيعملوا ايه؟ ما هم كلها بيشتغلوا دول ويجوا في الموسم الانتخابات يشتغلوا بلتجي كان موظف في حتة وبيشتغلوا في الآخر بيشتغل بلتجي يعملوا قرشين فالنهاردة ما عاش فيه شغل بقى بلتجي طول العام بقى بلتجي متفرغ تفرغ بلتجة فبقى أصبح فيه ناس كتير مش لقيها شغل وظروف صعبة جدا وإحنا لمسين كده يعني طب إيه الحل يعني الحكومة تعمل إيه؟ عملية صعبة جدا حكومة تعمل إيه ولا إيه ولا إيه بعدين لنا عملية عايزة موارد الدولة ما عندهاش موارد كفاية تغطي كل الكلام ده بس فيه طرق للحصول على موارد جديدة يعني إحنا لما كنا قاعدين مع الأستاذ علي لطفي دكتور علي لطفي رئيس وزراء أسبق اتكلم عن حلول كثيرة عن ترشيد الإنفاق ومنها مثلا رفع الدعم عن بعض المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة والنهاردة وزير المالية دكتور ممتاز سعيد السيد ممتاز سعيد قال إنها ستخفض الدعم الطاقة بنسبة 33% الحكومة هتخفض دعم الطاقة بنسبة 33% التخفيض ده ممكن يروح للشعب يعني فعلا دروح للموازنة الدولة موضوع خفض الدعم على الصناعات الثقيلة دي خطوة كويسة جدا ليه السيراميك الأسماد ده الحديد الأسمنت دول أربع صناعات فعلا تستهلك طاقة ويجب أن يتقى لدعم التحيقل فعلا يعني لكن في نفس الوقت ممكن نفاجأ إنه وصانع الأسمنت ترفع سعر الأسمنت لأنه الطاقة قلت وصانع الحديد كفنم كان ياخدوا نسبة ربح عالية جدا غير موجودة ويبيع هو بياخد دعم مصري ويوفر عنده ويبيع بالسعر العلامي بيصدر 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 لا أسمانت لننظر لا بيصدر كان بيصدر بativos لنجو تصدير هو منوح تصدير أسمانت بيصدر بسعر العلامي هذا الحاجات اللي بيصدر ده ووضوع تاني يكسب بالدولار والبداع وياخد من مصر دعا بدل ما يكسب 40% يا أخي اكسب 30% اكسب 25% مدام برضو غير مسبوك نسبة ربح في الطريقة دي ممكن طبعا يعني ده صح يعني إجراء صح بس هذه الأموال كلها مش هتكفي تشغيل مليون ومتين خريج وهي المشكلة هو فيه كان واحد بيشتغل قطاع خاص وكان واحد الدولة هو اللي بيشتغله في الحكومة وقطاع الخاص حوالي 23 مليون 4.5 مليون عند الحكومة والباقة 17 ونص 18 بيشتغل عن قطاع الخاص فقطاع الخاص هو أساس التجميل في مصر وهو الدينامو اللي بيحرك الاقصاد حقيقة الدولة بتنازل مشروعات إنشائية ومشروعات خدمات وكذا لكن القطاع الخاص هو اللي بيشغل الناس فكلما تديله أمل القطاع الخاص وكل تديله فرص كلما يشغل الناس يعني إذن لو كلمنا مثلا عن فكرة الضريبة التصاعدية يعني حدثتك رؤيتك ليها إيه وهي برضو أحد الحلول اللي كانت مطروحة الضريبة التصاعدية وزيادة الضرائب هتخالي الناس رجعتها تتهرب زي ما كانوا يتهربوا من الضرائب والدخل يقل بتاع الضرائب بتحسيل الضرائب يعني اللي عملوه أخيرا أيام الحكومة السابقة إنه ضريبة واضحة وأرقام واضحة وجهت الحكومة الجديدة أيام حكومة شرف زودت الضريبة اللي بيكسب 10 مليون أكتر من 10 مليون يدفع 25% بدل 20% فوق 20% فده إجراء كويس ضريبة على الشغل كويس لو رفعتها خالص ودخلت على ضريبة صعودية على الأفراد تخلي على الشغل أكتر من 25% مش مضبوط هتوصل مرحلة أنه الناس هيحسوا أنه مضطر يرفع أسعار منتجاته عشان يعود اللي راح منه ونخش في تضخم المواطن ممكن يقبضوا المرتبوا هيقل بنسبة التضخم يعني لو نسبة تضخم 20% لا أعلمش فاستي سمحيلي أنا بردو بقول لكم لأنا بفهمش كويس في المواطن بالعكس ده أنت أمالك فوتي بينا في حتة وعرة جمده الضريبة التسعودية أنه كان في مصر شيء يعني غريب ما ينفعش يتطبق في أي بلد في الدنيا أن الفقير بيدفع ضريبة قد الغني اللي بيكسب 50 مليون ما ينفعش لا 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 هي نسبة هي نسبة من الدخل أي مش قده مدفعش قده نسبة من الدخل يعني نسبة 20% من الدخل لو دخله مليون بيدفع 200 ألف لو دخله ألف بيدفع ألفين أيوة يا فندم أنا فاهمة لكن أنا أقول أن الصغير يدفع 20% أو يدفع 15% اللي يعني ما هو كمان إحنا لو عملنا اللي بيكسب 20 مليون هيدفع 200 ألف ده مش كتير بالنسبة له 20 مليون لكن يعني الغلبان اللي بيدفع هذك قلت كم 10 تلاف 10 تلاف هيدفع ألفين نسبة الألفين اللي بالنسبة ل 10 تلاف دي قاسمة لضهره لكن بالنسبة لللي بيكسب 20 مليون ولا هتأثر فيه فأنا قصدي أقول أنه اللي بيكسب في شريحة معينة مكسب تحت حد معين يدفع مثلا 15% وبعدين نبتدي نطلع معاملوا كده حبيبتك بين 10 مليون يدفع كذا 50 مليون يدفع كذا عملوا شراء فأمريكا بنشوف الناس اللي هم البليونيرات بالجيتس والناس دي وسل النسبة بيتطعوا فوق 60 و 70% من دخلهم المهول فبيضطروا أنهم يعملوا مشاريع تطوعية في البلد ويقول لك بدل ما تفعل الدرائب بعملها مشروع باسمي وبيدي البلد فعلا أن في الحالة دي بيعفى من الدرائب صح لما الوقت عملوا كده حضرتك الوقت كان عشيف المية على كل الناس الوقت يرفعوا 10 مليون عشيف المية فوق العشرة مليون يدفع 25% ممكن توصل 30% يعني يبقى فيه تدرج يبقى فيه تدرج لكن برضو نعملها يعني يبقى مسكين العصام النص عشان إحنا عايزين استثمار لأن ممكن الضريبة أنا هاخد قرشين من الضريبة زيادة لكن هاخسر ملايين فيبقى أنا عايزة أوصل لتوازن يعني الضريبة إيه اللي تعمل للتوازن إن الدخل ما يقلش أو الاستثمار ما يقلش ونفس الوقت عمل عائد كويس الحقيقة أنا عايزة أسأل الشباب فوق يا هشام أي دكتور عندك أسئلة لنا عندك تعليقات فيه أشرف يوسف سؤالي الأستاذ الفاضل معتزل ألفي هل متوسط دخل الفرد لا يتأثر بمستوى اقتصاد الدولة ولو يتأثر هل متوسط دخل الفرد لا يتأثر لا يتأثر بمستوى اقتصاد الدولة ولو يتأثر لما يقل متوسط دخل الفرد تبقى لانهيار اقتصاد السؤال صعب شوية بشويش هل متوسط الجزء الأول من السؤال هل متوسط دخل الفرد لا يتأثر بمستوى اقتصاد الدولة لازم يتأثر بمستوى اقتصاد الدولة لازم طبعا طالما دخل الدولة هو بيتأثر به الجزء الثاني ولو يتأثر لما لا يقل المتوسط دخل الفرد تبقى لانهيار الاقتصاد لانهيار الاقتصاد بيقل لدخل الفرد لانه ما عادش فيه تنمية لما يكون ما فيش تنمية ولا مشروعات بتنزلها الدولة ولا فيه توسعات ولا فيه مشروعات الدخل الفرد هبقى هو قصده حاجة هو قصده انه دخل الفرد في مصر احنا يعني لا يمس بمعنى انه الرواتب لا تمس الناس بتطلب اللي هي المطالب الفقوية في حين ان الدولة بدخلها بيقل فهو بيقول يعني الا اذا كانت الدولة دخلها بيقل الا ان احنا نصمت او يعني الناس دي برضو هتتعرض في في وقت ما الاوقات الى ان دخلها يقل ويوقف كمان ويوقف خالص طبع فاحنا بنقول يعني بننتهز لفرصة السؤال الجميل ده وبنقول يا ريت الناس سعيد الدولة دولتهم وكل واحد يحافظ على ويشتغلوا ويبطلوا يوقفوا شوال يعني يسيبوا بس المصانع الوقفات الاحتجاجية دي اللي كانت كل يوم جمعة فيه واقفة احتجاجية للمصانع ما كانت التحرير ده موضوع بس كانت يتنقل الى الاعمال فكان كل يوم جمعة الاعمال الرجال الاعمال يقولك ايه الكارس اللي هتحصل لنا نهاردة لانه كانت العملية سايبة ويحصل وقفة التحرير كل يوم جمعة الاعمال يجوا اضربات في المصانع وفي الشركات فكانت كلها منتشرة فدي تأثرت كلها على الشغل وبقى أنت عندك عمال لازم تطار تزود لهم مهياتهم عشان تريح فلما تزود مهياتهم بتقلل دخلك أنت وبتقلل الضريبة بتفحل الدولة اتفضل يا هشام دكتور فيه طارق أبو عبداللطيف بيقول بينما الرأس مالية تعبث بالأيدي العاملة الحكومة نائمة غافلة فيصبح الشعب مهمرا والمستقبل في بقرة الفساد بيتهيألي هو ده اقتصاد مصر في الوقت الحالي أريد تعليقا أستاذ معتوس يعني هتقولي رجال العمال بيستغلوا العمال مش ممكن ده العمال هم روح المصناعة وروح المشروعات لا يمكن رجال العمال يستغلوا لا مش تعمين يعني لا 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 مش موجود مفيش استغلال ده العمال هم الوقت يوم بيستغلوا العمال لا ده هو حضرتك كمان لا يعني حضرتك أرجع بس أنا مش عايزة أقول اسمه واحد دايما هو هو بس يعني بييجي في دماغي ما هو أحمد عزي ما كانش بيستغل العمال بيكسب قد كده المليارات وبعدين بيدي الملاليم للعمال وغيره وغيره ويمشوا يشوفوا جغلة تانية بتوع موقعة الجمل مش بتزوا العمال ويستغلوهم اللي مولوا الناس تنزل بتوع عمال السياحة عايزة عما تول في السياسة هنكتب في الاختصاء هنكتب في الاختصاء أكيد طبعا فيه رجال الأعمال شرفاء وفي إطار بقى رجال الأعمال شرفاء إزاي ينتشل المجتمع والحكومة والبلد تقدر أنها تساعد رجال الأعمال تنتشلهم من التعصر اللي هم فيه لو مثلا عند حضرتك بنشوف فيه رجال أعمال هاربين بسبب القروض أخذوا قروض وديونهم متعسرة يعني مين المسؤول عن هذا هل هي الحكومة هل هي رجل الأعمال نفسه هل هي البنوك إزاي نقدر نساعد رجال الأعمال المتعسرين أن هم ينهضوا من تلك العطرة شوف يا حضرتك فيه رجال الأعمال استلفوا فلوس عملوا مشروعات ومشروعات صيحية مثلا وجهة صيحة وقفت فلازم البنك المركزي يتفن مع البنوك يأجلهم وحصل تأجيل للمديونيات بتاعت مشروعات صيحية لو رجل أعمال سوي ومعندوش مشكلة بيعمل كده أبتكلم عن ناس المصبوطة فيه طرق تانية أنه رجل الأعمال بدلا من موسع عمله بيهدي شوية لحد ما يشوف الدنيا الراحة فين مش بيعمل حاجة بيكبرش شغله في نفس الوقت فيه ناس تضروا خالص وقفلوا يعني فيه مراحل مختلفة لا فيه ناس كتير خدت قروض واستغلتها فيه حاجات تانية غير الهدف اللي اقتردته من أجله ودخلوها في يعني كانوا ممارسات نجوزوا كذا سين ممارسات ده غلط ده غلط نيل ميل ده مش رجال الأعمال ده بالنسبة لك يعني يعني ما درش أقول ده الرجال الأعمال اه أنا متهيق لي برضو كده يعني في كل مهنة فيها الكويس هنا بقى هنسأل ايه الضمان ان الرجل الأعمال ما يتعثرش ايه هي النسبة المطلوبة بالنسبة لأي مشروع النسبة المطلوبة والمثالية عشان ننفذ أي مشروع بين القرد البنك فلوس البنك فلوس رجل الأعمال اللي هي طلعة من جيبه وازاي يعني نجنبهم ان هما يصلوا إلى درجة التعصر اللي احنا شوفنا ناس هربت بره البلد وبتقولك انها مريش في الاقتصاد لا 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 مليش طبعا انتي مغششان لا هو هو ساعتك رجل الأعمال لازم يدرس مشروع كويس اول حاجة لو درسه كويس وعنده جهاز كويس يقدر يخش في المشروع لكن الاقتراض يعني يعتمد نص بالنص يحط نص رأس المال ويقترد نصه ممكن يعني حالات من دي يعني لو مشروع فيه تدار نص بالنص نص بالنص يسيرك من البنك النص والبنك يدرس كمان المشروع مش بيدي كده لا لا يعني البنك برضو بيدرس كويس وبيفكر كويس وبيحسب لو رجل أعمال قديم وقوي وناجح في عمله ممكن البنك يسلفه 60% من بدل 50% ولانه عارف انه هيقف جنب المشروع وينجحه ولانه نجح حبل كده 4-5 مشروعات فهي عملية تعتمد على المشروع وعلى الناس اللي بتدير المشروع ده نحن نتكلم عن رجال أعمال الكبار ماذا بقى عن رجال أعمال صغارين ها هو يعني سندوق الاجتماعي سندوق الاجتماعي سندوق الاجتماعي حدثك يعني مسألة المشروعات المتوسطة والصغيرة يمكن أثبات التجربة انها الأقل تعسرا مضبوط يعني البنك بيدقوا مع ذلك البنوك لازالت تتجه إلى الكبار يعني ومؤخرا بدأوا يفكروا في الحكاية دي بعدما البنك المركزي دههم كده دفعة لكن يعني الدور الرجال الأعمال الكبار في تنمية الصناعات الصغيرة وحضرتك شايف البنوك تقدر تعمل ايه الفترة اللي جاي البنوك المشكلة بتاع البنك ايه البنك عنده عميل بيستلف مليون وعنده عميل بيستلف عشرة مليون فتركيزه مع العشرة مليون عشان عشرة مليون هجيب له عائد أكتر سيب بقى المليون أو المئة ألف ده ضيع وقت نفس الوقت اللي بيضيعه نفس المجهود في المئة ألف هو نفسه في عشرة مليون فالبنك بيبص النحية دي لكن البنك المركزي عمل إجراء كويس وبعض البنوك الوقت يشغال في موضوع القروض المتنهيات الصغيرة والصغيرة وأنا شايف أنها ماشية الوقت كويس لأنه هو ده اللي هيشغل الشباب الخارجين الصندوق الاجتماعي بالتحديث الصندوق الاجتماعي بيعمل كده وبنوك فيه بنوك الوقت يتعمل كده وبدأه كمان يعني لو الشاب مثلا قعد يتفرج علينا دلوقتي عشان يبقى مفيدين للناس وعايز يعمل مشروع بمئة ألف جنيه يبتدي عايز رأس مال بمئة ألف جنيه هيعمل محل صغيرة هيعمل صناعة صغيرة هيبتدي مشروع ممكن يكبر في إيده يعمل إيه يا فانت؟ يروح للصندوق الاجتماعي يروح للصندوق الاجتماعي إنه عنده استعداد يعمل الكلام ده هيقيموها يكمنوا عمله ويقدروا هم يوجهوه للبنك اللي يسلفوا أو هم يسلفوه مباشرة فالصندوق الاجتماعي شغلته يسلف المتناهية الصغر والمشروع الصغيرة يعني وبيسلف كتير المتناهية الصغر دي يعني مشروع يكلف أدي ممكن قوي في سوق الخضار واحدة بتبيع طماطم يمولها تشتري خاص وخيار وتبيع سلطة للدرجات للدرجات يعني فيه أمل يا شباب اللي عنده مشروع حلو يروح للصندوق الاجتماعي ويقدم يعني الفكرة بتاعته لأن كتير الشباب بيبعتوا يقول أنا عندي فكرة أنا عندي فكرة لدرجة أن واحد بعت قال أنا عندي معايا مئة ألف جنيه مش عارف أعمل بيهم إيه قولولنا فكنا منتكلم على الصحراء الغربية والتنمية في الصحراء المعتز بيه عنده في إحدى الجماعيات مشروع المشنة قولتك يا ري تكلمنا عن مشروع المشنة نفس الحكاية دي برضو بتروح زبالنا اللي مسك المشروع ده برضو جماعية خيرية بتروح للسوق الخضار وتلاقي الستة بتبيع مثلا درة يقول طب أنا مولك بتجيب طماطم وخيار وتبيع سلطة مع الدرة وهكذا ويقفوا ستات أربعة خمس ستات مع بعض ويضمانوا القرد والقرد إيه خمس تلاف جنيه وأربعة تلاف جنيه ويسددوا أكتر ماس بيسددوا هما دول الله شفت بقى هم دول اللي بيسددوا مشروع المشنة الستة اللي شايلة مشنة هي اللي بتسد هما دول بيسددوا دره الباقي على كبار مش هتكلم تاني عشان تقوليش بتتكلمي في السياسة يعني أنا كنت هقول دره الباقي على بس أنا هتكلم أنا في السياسة بعدين إيه يا أستاذ يا عام المشنة المشنة كبيرة قوي طيب إحنا عايزين نستكمل في هذه النقطة يا فندم بما أننا حضرتك شاركت مع المجلس العسكري في اجتماع مع المستثمرين في مصر طلبوا بقانون للمصالحة وتم إعلان حكومة الجنزوري النهاردة إنها نص قانون التصالح مع رجال الأعمال المستثمرين في قضايا الأراضي القانون يلزم المستثمر برد كل ما حصل عليه أو دفع قيمته وقت ارتكاب المخالفة عايزين بقى نفهم ده هيحصل إيه وإزاي نقدر من خلال هذا برضو نجيب بعض رأس المال للدولة ده مصالحة ولا جر الشكل لا ده مصالحة يعني أنت لو ما دفعتش اللي عليك مش هنتصالح فنجيب منه بروس يعني هتتصالح ولا ما ولا ما عرفش فين لا هو ده قانون كويس بقاله بيدرس بقاله الوقت يمكن 6 شهر وأخيرا ما يطلع للنور ودي حاجة كويسة لأنه ده اتكلمنا فيه كتير قوي مع الحكومة السابقة بتاع الدكتور شرف لأنه رجال الأعمال كمان الكويسين خايفين يجرى لهم حاجة فمشي طب يا بقى ده أنا الكويس اللي بيعملش حاجة مشي لأنه الآن أنه ناس كتير العملية تلخبطت فعلى الأقل النهاردة يبقى فيه قانون يشوف هو جدي أو لا سدد اللي عليك يا سيدي واخد ويرجع شغلك وما فيش مشاكل بزبط ده يا فندم أولا طبعا نقدر ندخل رأس مال للمشاريع اللي هي أخدوها وما شغلهاش صح يعني واحد أخد معرفش كم مليون متر وصيبهم زي ما هم لا هات الأرض دي يا إما تدفع تمنها النهاردة بسعر النهاردة بسعر النهاردة أيوة أه هو لبقى المهم لأنه هو طبعا خدها بثلاثة ساعة هو ما استثمرهاش يعني هي لسه أرض تعتبر بكر يعني ما عملش فيها حاجة لا حط فيها قرش ولا غيره هو اتكلم عليه اتكلم عليه يعني فهمه وخد قروب البنك باسمها خد لي بالك لكن أنا عايزة أسأل يا دكتورة هل المصالحة التي كنت بتقصدوها كرجال أعمال وحيطة كنت بتعمل دور المنصق في هذا الموضوع هل تقتصر على الأراضي بس ولا مصالحة من حاجات تانية لا حاجات كثيرة جدا يعني فيه شركات مأولات حضرتك الحكومة وقفت فعلها مستحقتة فشركات المأولات عليها فلوس للبنوك مش عارفة تسدد مليارات 40 مليار شركات المأولات لها عند الحكومة فلوس 40 مليار والحكومة لمسددتش سددت لهم خمسة أنا ريت خمسة أخيرا عمل البنوك طب فيه أربعين يعني دول شغلوا ناس واستلفوا من البنوك وعملوا مشروعات ومخدوش الأجرة فلازم نخلص من المشكلة دي الحكومة كان عندها في الموازنة برضو مشروعات إنشائية عشان تعمل شغل مأولات ففيه ناس قاعدين في شركات المأولات عمال مستنين شغل ما نزلتش المشروعات بكلم عن الحكومة السابقة فكل ده لازم يتحرك وما عادنا تكلمنا فيه كتير أوي والإخوة في المجلس العسكري عارفين الموضوع بالتفصيل وعارفين كل المشاكل وعارفين الحلول وعندهم وعي كامل على اللي بيحصل إنما الحكومة يجب أن تحرك طيب أي خطوات المصالحة خطوات المصالحة يطلع قانون يتفهم مع الناس يطلع قانون يتكلم على الأراضي على مستحقات البنوك ما هو النهاردة قانون الأراضي ده أظن هيتلعوا نص القانون يعني حالك اسمح لي أقولك القانون ده النهاردة من منازلين يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم التي ترتكب بصفتي أو بشخصة أو التي اشتركة في ارتكابها يعني حصل على أرض يعني بسعر بخص أو ما استغلهاش وفي أي حالة تكون عليها الدعوة الجنائية قبل صدور الحكم الباد فيها يشترط للتصالح أن المستثمر يرد كل الأموال أو المنقلات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة لا ده سوقية زمان بقى ولا إيه؟ إذا استحال ردها العيني على أن يتم تقع على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيل قرار من وزير العدل وبعدين يعني وفي حالة صدور حكم نهائي غير باد بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ما سلف وفاءه بكامل العقوبات المالية المقضبة يعني العقوبات المالية هي فرق السعر بقى صح لا هو أخذ أرض عمل مشروع سياحي لكن عمل مشروع سياحي على نص الأرض النص التاني ما عملش فيه حك أو عمل فيه صرف صحي وشوية خطوطه بتاعه فاللي أنت بنيته وخلصته خلص ده مشروع قام بخطوط دولار المتر خلص التاني النهاردة يسوى 10 دولار يتدفع العشرة دولار أيوة يعني أخدها منك فدي فيها التصالح دي كويسة دي كويسة قوي قوي ودي في نفس الوقت حتخلي رجال أعمال ما يخشوش السجن أو أن هما يدخلوا يدفعوا للدولة لا وفيه منهم بره وأصحاب مشروعات هنا مش هادين ييجوا عشان عندهم مشكلة التصالح فيه مشكلة اجتماعية أخطر ورا هذا إن في بعض المشروعات العقارية الناس حجزة وحدات الناس دي كانت في عاشت في حالة كابوس من القلق على وحداتهم فأنت بتعمل نوع من التطمين الاجتماعي إن اللي خد وحدة وتعامل مع شركة معينة والشركة قامت بالتزاماتها وعملت كل اللي عليها يبقى تتصالح معها فيما بقية من أراضي لم تستثمر ولكن أوضاع المشتري حسن النية مستقرة وبنحافظ على الشركات دي لأن الشركات دي اتبانت بصعوبة فهدمها سهل لكن بناءها مرة أخرى صعبة فيعني ده قوانين طبعا متحيزة الرجال أعمال أنا متحيزة لمصر لأن مش هيبني مصر إلا أولاد مصر ولو قعدنا نفرق ما بيننا وما بين بعض ده رجل أعمال وده صحفي وده إعلامي مش عارفة من الفين وده كذا التخوين ده كله هيهد البلد فإحنا عايزين نتكاتف كلنا مع بعض رجال أعمال شرفاء بنوا هل هي دي مصر اللي احنا كنا نعرفها من عشر سنين مصر تغيرت مشروعات كتيرة تعملت أنت من أول ما بتسحي الصبح بتلاقي نفسك من أول ما بتسحي بتستخدمي إيه منتجات مصرية مين اللي عمل رجال أعمال ومين اللي عامل صانع هذي عمال عمال بلدي هم اللي عملوه لما بعمل رجل أعمال معاه ألف وألفين عامل ألف وألفين أسرة فلازم رجال الأعمال ننظر إليهم نظرة أخرى وإحنا بقى مع ثورة نقية جميلة لازم كلنا نبقى بمثل هذا النقاء يعني كلنا نتضافر لخدمة هذا البلد وإعادة بنائه بأسرع ما يكون وإلا هنوصلنا هيبقى إيه والحقيقة برضو أنا قلت النهاردة أننا مبسوطين من وزير الداخلية وإحنا مبسوطين من حكومة الجنزوري لأنها قررت منذ أيام سحبوا 21 مليون متر من المستثمرين غير الجدين في منطقة خليج السويس وده إحنا بنشجعه جدا ده قرار عظيم جدا وأن هناك خطة لتقنين أوضاع أراضي المحيطة بطرق القاهرة والإسكندرية الصحراوي والقاهرة والإسبعانية الصحراوي كيف تروا هذه الأجراءات؟ قرارات عظيمة جدا وسريعة جدا وده حاجة كويسة جدا الحقيقة الحقيقة يعني الوقت فات بسرعة شديدة اتفضل ممكن؟ اتفضل طيب احنا دلوقتي طبعا كلنا عايشين مناخ سياسي مختلف في الإسلاميين فازوا بنسبة الغالبية في البرلمان الشكل للدولة الجديد هم هيشاركوا ومن حقهم يشاركوا في صناعة القرار فهل ده بيقلق رجل الأعمال؟ لا 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 ما يقلقش لأنه هم عارفين أنه لازم مصر تتطور ولازم الناس تشتغل ولازم المدارس تتفتح ودكتر يعني لازم بالد تستمر رجل الأعمال ما يخافش بالعكس يعني هم هيبان في الواقع إذا ما عملوش الشغل المزبوط لبصلحة البلد سهي جد خبعة الجاية يشيلهم الحقيقة اسمحوا لي في الدقائق الأخيرة بس أقول العنوين الغد وبمناسبة الكلام الجميل اللي احنا كنا نتكلمه ده وإن فيه أمل بالنسبة للمستقبل مصر شيخ الأزهر الفاضل بيقول التوزيع العادل للثروة أولى خطوات لاستقرار الاجتماعي التوزيع العادل للثروة وخبر أيضا دف روزة اليوسف غدا الإخوان تفاضل بين الخضيري والعريان واتفاق سري بين السلفيين والليبراليين لدعم فرحات يعني هناك أزماء مطروحة المستشار الخضيري الدكتور ساميريان الدكتور نور فرحات لمنصب رئيس مجلس الشعب اليوم السابع والأخبار فيها طبعا الأزهر يتعاهد مع القوى الوطنية باستكمال أهداف الثورة وتسليم السلطة المدنيين في الموعد المحدد وعودة الجيش الوطني لحراسة الحدود وحماية الأمن وأهم منشط في الجورنان قرار من المشير 25 يناير عيدا قوميا للثورة وتكريم المصابين وأسر الشهداء ونوط ثورة يناير لضباط القوات المسلحة والواء إسماعيل أتمان بيقول أنها هيكون في احتفالات كبيرة جدا ثلاث أنواع من الاحتفاليات بثورة 25 يناير بقى عندنا عيد ثورة جديد عيد ثورة 25 يناير أجازة بقى؟ ياري أحنا عايزينه أجازة بقى أجازة عايزينه أجازة اللي هو عايتمان قال أنها هيبقى فيه عروض أكروباط جوية في سماء البلاد واحتفالات كبرى في العيد الأول للثورة واحتفال كبير في مدان التحرير من السوار اليوم السابع بيقول آه ده خبر من يحكم مصر الإخوان أم الحرية والعدالة والإخوان هما الزراع أو الحرية والعدالة هو الزراع لجماعة الإخوان خبر سياسي اقتصادي مفاجأة حسابات سرية بتسعة مليار دولار في البنك المركزي باسم مبارك كلام ده صح ولا غلط؟ ده بلاغ للنائب العام يطلع يعني أكيد أكيد البنك المركزي هتطلع بيان بك ده بلاغ للنائب العام يتهم المخلوع بالتسطر على أموال تبرعات ومنح مخصصة لمنكوب زلازل والتعليم طبعا أكيد هتطلع رد من البنك المركزي في هذا الشأن يعني ياريت والله يتوصلونا كنا سألنا أستاذ فاروق العقدة والله لو عندك وقت نكلموا دلوقتي ما عندناش وقت يا خسارة بكرة بقى نكلموا إن شاء الله بكرة أكيد هنسمع رد لأن ده يعني شيء خطيب آه طبعا دسعة مليون رد ولو أخدهم من فلوس المنكوبين الزلازل والتعليم يبقى زودها بقى الطيب الجنزوري وبديع وشنودة وموسى والعوة وحسان يصدرون بيان التوافق الوطني استكمال أهداف الثورة وعودة الجيش إلى سقناته طبعا الطياف مختلفة من يعني ساتذنا الكبار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ورئيس الحكومة ورؤساء الأحزاب وأيضا قانون التصالح إحنا قلناه ومرة أخرى المجلس العسكري 25 يناير عيد قومي للبلاد وأخر بقى خبر تأجيل التحقيقات مع الشيخ مظهر شهين ونوارة نجم بسبب مشدات بين المحامين والأمن وطبعا الشيخ مظهر شهين بيقول الاتهامات من زعمي صاحبها ونوارة بتقول البلاغ ملفق إيه رأيكم في أخبار بكرة؟ ده هيلة أخبار مفرحة بصي النبي نجلة بتقولي لا هيلة مش عاجبك أنا أصلا أنا مريش في السياسة حسنا حسنا حسنا